أهلا بكم نهاردة حوار ممتع للغاية وخليني أبدأ أقول لكم كلكم سنة كل جمعة ونطيبين وكل سنة ونطيبين طبعا يعني بمناسبة السنة الهجرية لكن خلينا نقول كلام مهم جدا فيما يتعلق بفهم المرض طبيعة المرض قبل ما ندخل في حوار النهاردة المهم جدا عايز أقول لكم أي مرض في الدنيا وليكن أنا هدي مثال مثلا بمطاطر أحمل مهاجرة اللي جاء كور أو لب حوارنا اليوم مرض من أمراض النساء والتوليد أو من أمراض النساء يعني المشهورة جدا وترتبط ارتباط وسيق جدا بتأخر الإنجاب وكلكم بدأتوا تفهموا يعني إيه كلمة بتنترح المواقع لما نيجي ندرس هذه الحالة المرضية لازم ننظر لشيء مهم جدا هل إحنا أجدنا في كل الجهات المحيطة بهذا المرض إيه الجهات المحيطة؟ من ناحية الأعلام من ناحية تقديم المرض لهم مهور وأيضا هل فهمنا طبيعة هذا المرض من ناحية الطبية ده شيء آخر مهم جدا عشان تعمل دراسة وتشرح مرض في الأعلام لازم فيه أبجديات محينة مهمة جدا لازم تبرن بيها وتسأل نفسك حققتها ولا لابا؟ أول حاجة إنك لازم هذا المرض تشرح بشكل بسيط وواضح من متخصص في هذه النوعية من الأمراض ده شيء مهم جدا ولازم الأسئلة اللي تتور حول هذا المرض تكون أسئلة متلاتبة صح علمية منطقية متواصلة مع اللي في ذهن الناس من طبيعة هذا المرض ما ينفعش إن أنا أسأل سؤال أو أطلع أروح في مرض تاني والمريض أو المشاهد في دماغه إنه بيكمل فهم هذه الحالة المرضية حاجة الثالثة المهمة جدا جدا ودي حاجة مهمة قوي إنه الإعلام يا جماعة لما نقول إعلام وأنا مش من أنصار توصيف الإعلام إعلام عموما هو تبليغ معلومة معينة وكشف استطار عن هذه المعلومة وتوضيحها وإنارة عقول الناس مش هدفه أبدا إنه ينط أو يقفز حاجز الطبيعة بتاعت التعامل مع الحالة المرضية دي أعرب أكتر منك وعشان أفهمك وأصدق إيه يعني لما جي نشرح مرض معين ده مش معناه أبدا ولا يمكن يكون معناه إنك ساعدتك هتعالج نفسك بنفسك أو هتبقى أنت دكتور وخلاص طالما أنت فهمت وتتنازل أو تطنش خالص إن أنت تروح للمتخصص لأن تبقى المنظومة الصحية مبنية على حاجة مهمة جدا إنه إنسان يتعب يمرض هيروح لدكتور بس هي عندنا إحنا مع شرط الطباء فيه دفكت كان في حدة إنه ساعات الإنسان يمرض ولا يدري أنه مريض أو يحتار في حالته المرضية أعراض يعني الست أو البنت اللي كان عندها تطنط راح المواجر وعندها ألام كان في وقت من الأوقات كانت تفاصل على أنها ألام خاصة بالدورة الشهرية ألام ألام الطمس أو ألام الدورة الشهرية دا شيء وألام البطانة الرحيم المواجره دا شيء تاني كانت الناس تسمع عن بطانة الرحيم المواجره فيجي لها رعب أو يجي لها حالة تانية معه دايما كانت رأكشن الناس مع المرض حاجة من اتنين لإما التهويل لإما التقليل رعب شديد أوي يا خبرة أبيان يا بطانة الرحيم المواجره يعني إيه أنا في حالة سيئة جدا مش هخلف أبدا جوزها يطلقها الله 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 رعب والناحية التانية في بعض الناس تسمع عن الحالة المرضية طنش يا عم إيه دي إيه دي بتانترع طنش مش مهم العيلة تقول لك لا البنت لسه عندها عشرين سنة وما تجوزتش مش مهدينها لأي دكتور ويا بتشتكي الثقافة الطبية أو بمعنى أصح الإعلام دوره إنه هو يوضح بقى النقطة دي إنه أي حالة مرضية تفهمها وطبعاتها ايه وتفهم أولها وأخيرها ايه ولا تضخمها أو تخاف منها وتترعب وتبقى خلاص معبو عليك وتبدأ توقف حياتك وبووزها ولا في نفس الوقت تطنشها وتتجاهلها كل الأمراض وده مهم وده مهم جدا 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 يبا إحنا بنحط الإطار الصحيح المفروض من وجهة نظري أنا المتوضع اللي بعتقد لغاية دلوقتي أنا ماشي بالإسلوب العلمي ما هو لازم عشان تبقى ضامن إنك ما تغلطش تمشي بالإسلوب العلمي وترجع مع نفسك تعرف تم فاهم حدودك ما ينفعش أبدا الإعلام مثلا يتبني على الترويج لسلعات ده في منطقة الخطورة الترويج للسلعات هذا أمر خطير للغاية وخارج عن حدود الإعلام الطبي ما ينفعش الإعلام الطبي يكون اللي بيدلوه أو اللي بيتكلمه فيه ما يكونوش أطباقة دي صعبة جدا لازم يكونوا كده وعندوه خبرة طبية وحوارية مهمة جدا لكن خلينا أرجع أقول إنه قلة الوعي قلة الوعي دي برضو حاجتين لما نيجي نقسم قلة وعي كده قلة الوعي بمرض ممكن تكون خاصة بيه المصابين بهذا المرض البنت نفسها اللي عندها بطنط راحمه أجراء مش داريانة مش حاسة إن عندها مشكلة أو مش مقدرة حجم مشكلتها إيه أهلها قلة وعيهم ممكن تسببوا للبنت نفسها في مشكلات نفسية عنيفة جدا ومشكلات عقلية أو سيكولوجية لأنها هي بتتألم بتعاني وعندها أهل مطنشين معندهم شو عاني مش مهتمين به يعني في الناسة دلوقتي بقت في ناس بتشتغل فيبرويت فينا الأورام اللي فيها في ناس بتشتغل بطنط راحمه أجرة في ناس بتشتغل آيفي أف بس يعني هم كل شغلهم إبارة عن الحقل المجهري بشغل على أجزاء معينة في الحقل المجهري في ناس بتشتغل ولادات هو كير أباوة الولادة في الأسنان في ناس بتشتغل زراعة وفي ناس بتشتغل تجميل وفي ناس بتشتغل في البطنة في ناس بتشتغل الكلا وفي الكلا في ناس بتشتغل حاجات جوه الكلا غدت قلب التخصط أه موجودة ومطلوبة وهي أفضل للقلب في العالم كله لكن لازم تكون حضرتك أنا بتكلم زملاء وبتكلم مش شباب الأطباء على مستوى الوطن العربي كله تكون فاهم كويس وقاري ومعلوماتك جيدة إلى حد ما في التخصطات التانية وخصوصا في برانشات زي البطنة مثلا لما هتجيلك بنت عندها آلام تشبه آلام القولون وبتشتكي من أعراض مرتبطة ب قد يكون عندها غدة فيها مشكلة فمرتبطة بخلل في الهرمونات حضرتك لازم تعي هذا لما يكون عندها شعر في جسمها وانت الدكتور تجميل كتير بشكل كبير لازم تعي إنه ممكن الشعر ده يكون تكيس مبايد تربط الأحداث ده اسمه وعي الدكتور وعي التخصصات الأخرى بإنه الحياة مش أنا وبس فيه ناس مثلا في الجلدية خلاص ما بتفكرش غير في الجلدية لما انت تربط الجلدية بأمراض بطنية هتشخص حاجات كتير قوي تربط النساء والتوليد بأمراضك البطنية هتشخص حاجات كتير قوي هذه قضية الوعي يبقى خلي بالكم الأعلام أو الطب لما بتعرض الأعلام في الطب لما بتعرض لحالة مرضية لازم يكون ماشي على منهج علمي هادئ جدا وهقان الأوان لإنه الدولة كلها ماشي الآن بمنهج علمي لازم كمان بيكون كلنا ماشيين بمنهج علمي عارفين إحنا هدفنا إيه مطلوب مننا إيه اللي بره المطلوب مننا أو بره حدود قدراتنا إيه عشان ما يختلطش الحابل بالنابل ويتهيأ لبعض المتحدثين هم بيقوموا بكل شيء من خلال شاشة الشاشة تقوم بأشياء لكن تبقى الطب موجود في أماكنه الطبعية يفهموا هذا الكلام كواس جدا وخلينا نكمل حوارنا النهاردة أكيد الممتع جدا مع ضيفي العزيز طبعا دكتور سيد الأخرس اسمحولي طبعا أنا رحب بضيفي العزيز اللي بينورني وبساعدني بحوار الممتع النهاردة أنا استمتع بحوار من طراز خاص ضيفي العزيز يا دكتور سيد الأخرس منورنا وشرف كبير لنا هذه شكرا الحقيقة أنا عايز ابتأ الأول في حدود المعرفة كلمة صعبة الوعي المعرفة هل الكثير من المعرفة كافي خلاص ما هو الحد الفاصل بين المعرفة المريحة والمعرفة الخطرة المعرفة التي يظن بعدها المريض أنه ربما كأنه دكتور وداشي في مدارة الحطورة زيك الأول والجمعة مباركة والله دايما من أول بدء الخليقة لغاية آخر نفس في عمر الإنسان نسبيا اللي بتكلم أو حتى لغاية نهاية الكون ويوم القيامة إن شاء الله والناس دايما في سباق ما بين المشاكل وحلها وما بين رؤية المشاكل من وجهة نظره ومن وجهة نظرهم وما بين الحلول المختلفة لأن إحنا بشر وفي اختلاف رهيب جدا في معتقداتنا رهيب جدا في أفكارنا رهيب جدا في ترتيب أفكارنا وأولوياتها رهيب جدا كمان يمكن حتى في رؤية الأفكار وتفسيرها حتى في الثوابت حتى اللي في الموجود يعني مثلا في علاقتك بربنا وقرأتك قرآن أو إنجيل ممكن تلاقي التفسيرات مختلفة عند عموم البشر بل بالعكس كمان في أكثر كده من المتخصصين لو لقيت آية وتفسيرها عند أئمة المفسرين هتلاقي فيه تفاوت كبير حتى يمكن وإلى الآن تلاقي فيه تفسيرات أخرى ممكن تكون موجودة ده كمان موجود في حياتنا اليومين بمعنى هل الجواز هو فكرة جديدة بالتأكيد لا الجواز من أول ما شرع الزواج ومن أول ما بقيت فيه علاقات مستقرة وإلى الآن هتلاقي مشاكل الزواج متكررة وممكن تصل إلى حد الطلاق والخصام والصلح ومشاكل مختلفة طب من كتر مشاكل اللي تمت على كل الأجيال السابقة واللي جات بعديهم والمتتالية ليه الناس ما قالتش كده يبقى مشاكل الزواج تعرفت وحلولها تعرفت وبالتالي الأجيال اللي جاية هتبقى حلولها سهلة جدا بالنسبة للمشاكل الزواج بل بالعكس ده فيه مشاكل في الزواج بتبقى كمان مرتبطة بالعصر اللي احنا بنعيشه بعمل الإسقاط عشان حتى يبني التفسير اللي قصده بمعنى أداق فيه مشاكل في الزواج دلوقتي في العصر الحالي كت ممكن نكونش موجود قبل كده يعني ببساطة شديدة جدا زوجة تعبس في تليفون الخاص لجوزها تليفون المحمول أو العكس صحيح هل ده من عشر سين كان فيه أصلا تليفون محمول من 30 أنا بكلم يعني ممكن حد اتنين نايمين في قضة واحدة بس حد بيحب التكيف على درجة معينة أو يقفله وحد لا هل ده كان موجود من 30 40 سنة بالشكل الموجودة دلوقتي عليه إيس على كده مشاكل العصر في كل حاجة وإيس على كده المستجدات اللي بتكون موجودة في كل حاجة وإيس على إن احنا كمان بنتغير وبننسى القديم اللي احنا ما شفناهوش وحتى لو كنشفناه بتبقى ممزق ما بين القديم وموز تجد هل هتفضل على نفس المعلومات اللي انت كنت موجود عليها يعني بمعنى مثلا وعلى التخصيص لو كليات الطب خرجت أسادزة أفاضل وأسادزة أفاضل علمه صغار الأطباء لغاية ما كبره الأسادزة الأفاضل كان الطب في أيامهم بشكل معين في ناس خدوا الموجة الجديدة وبدأوا يبحثوا أكتر ويزودوا معرفتهم ومعلوماتهم لأن كليات الطب هتوصلك لإخراج معين طبيب معين بدرجة معينة ولكن المعرفة والبراكتس والاستمرار على أنك انت تصل إلى أكثر عمقا أكثر وعلى معرفة أكتر بتصل بيك إلى حد أعلى يبقى القديم والجديد جواك يعني انت الطبيب الأكاديمي الطبيب اللي يدي عنده معرفة كثيرا وممكن يكون من أجيال أو جيل اللي فتح البطن التخليدي مثلا أو السماعة التخليدية إلى أنه وصل دلوقتي إلى يتعامل بالإيمجينج أكتر ويتعامل بالتكنولوجي الحديثة أكتر ويتعامل بالمناظير أكتر وبالتالي ما بقاش في خصام بينه وبين كل ما هو مستحدث وحديث وجديد المعرفة دائما أبدا فيه جديد يعني فيه ناس بتبقى يعني فيه سؤال كان بيفرض نفسه هل المعرفة الأول وبعدين البراكتس أن أنا أبدأ أعمل بالله أنا تعرفته ولا أعمل وأتعلم أن الخطأ أصاب أيهما يؤدي إلى إخراج جيد لحياة الشخصية وحياة ما نأتعامل معهم ده كان لب حوار شديد جدا ومؤتمرات كديرة بتتكلم في ده وبنتكلم وبنقول كتير جدا منا ممكن يمتلك المعرفة بس معرفة إيه هل معرفة تؤهله أنها تزق شوية في حياته معرفة تخليه يمشي كاميون في حياته معرفة تخليه يبدأ مشروع يبدأ مشروع بس لما يجي حقيقة يكمل ويسقط بيه المشروع مثلا كثير جدا من الناس يبقى عندهم أحلام مختلفة يفتح عيادة هيفتح مستشفى يدير برنامج تلفزيوني يدير قناة يجي يعمل مصنع يعمل أي أن كان موظيفته يعمل مكتب محاما الفكرة الأولين هي جميلة وممكن يبدأ يقرأ بعض الكراءات أو يشوف بعض خبراء يعني خبرت الناس اللي سبقوه وبعد كده لما يجي يبدأ يصطدم أن كل ما كان يعرفه سطحين طب يبدأ ياخد أراء من الآخرين تزقوا شوي كأنه معلومته معلومته بتزيد أو مريضة بتقرأ شوي فمعلوماتها تبدأ تزقها شوي ولكن هل ده كافي ده كافي لتكملة الحياة ده تكافي بالعمق كده كثير مننا ممكن يعرف أنه عنده معلومات كتيرة وممكن يكون عنده فعلا معلومات كتيرة بس المعلومات الكتيرة أو العلم الكتير اللي عنده كان كافي هل كده ممكن يتوقف عن كده هل يكفي لللي جاي إذا كان لازم نعرف وإحنا بنتكلم في العصر اللي إحنا موجودين فيه والعصر اللي فيه سرعة والجيل الجديد اللي طالع دايما شايف أنه عاوز كل حاجة سريعة زي ما دايما كل الأجيال القديمة بتقول على الجيل الجديد اللي بعد كده حتى لو بتشوف أفلام زمان كان دايما يقول ينعطوا الجيل الجديد أنه ده يجيل مستعجل عاوز الحاجة على السهل عاوز الحاجة على الجاهز وهم لما كانوا صغيرين كان نفس القصة ولكن عشان بجد حركة العصر دلوقتي سريعة في كل المجالات وبالتالي إحنا الجينيريشن أو الجيل اللي موجود حاليا بيفكر بنفس سرعة الأحداث اللي حواليه ولكن إيه اللي يقدر ينصفك لتحقيق حلمك إيه اللي يقدر ينصفك لتحقيق ذاتك المعرفة وليس حد آخر أنت مستقبلك يكمن فيما بداخلك من تحريك كل ما هو صغير يعني تغيير بسيط في عاداتك اليومية ممكن يؤدي إلى محصلة رهيبة جدا في تغيير في حياتك النمطي ما تدورش على الحلول في إيد الآخر ولكن دائما أبدا الحل يعتمد أساسا على زيادة المعرفة وبراكتس والاستمرار والمصابرة والدأب على أنك تعرف الكثير والجثير كل يوم ما أعتقدش أن أي مرة شوان في بداية برنامجه زي دلوقتي ما أعتقدش في اختياره للكلمات والألفاظ زي دلوقتي القابل زي دلوقتي ما أعتقدش أنه هو في مقابلاته للأطباء المختلفة وازدياده المعرفة والوعي في العموم التخصصات المختلفة عشان يبقى محاور يستطيع أن يبحر فيه أعماق الآخرين زي دلوقتي أو زي الأول يعني دلوقتي مختلف أكيد زي الأول ما أعتقدش أنه هو وبيكلمني وده صدقه أنه أحيانا بيبقى غيران وعنده غيرة عاوز يعرف شوية زيادة شوية عشان يتحرك شوية زيادة وبالتالي بتخليه في المنزلة لأقصاد الناس بالشكل اللي هما شايفينه فيه إيس على كده عشان أنا أتكلم أنا وإنت في المدرة بالمثل لا إيس على كده أن فيه قليل من الناس يعلموا أن العمق والإبحار في الحالة الشخصية للإنسان أو العمق في حل أي مشكلة هو مكمن أو مربط الفرس هو مكمن التغيير الحقيقي للوصول إلى معرفة حقيقية والوصول إلى حي أي مشكلة سواء كانت سياسية سواء كانت صحية سواء كانت زراعية سواء كانت أي مشكلة ما وإلا هنبقى نشوف بنبص للمشكلة على أنها ما نراه ما هو على السطح فقط وكثير جداً من الأمراض ترى كذلك ما هو على السطح كثير جداً من الأمراض متخصصة ممكن نعرف الكشور عنها أحياناً على صرف الكشور عشان تمشي بس حالك وتمشي عيادتك وتمشي مكتبك وتمشي مصلحتك ولكن هل ده يحقق ذاتك؟ هل ده يحقق استمرار واستقرار في علاقة بينك وبين أي أن كان وظيفتك إيه هي؟ هل ده مبني على أصول علمية؟ هل إزاي أنت بتزيد وبتبقى عندك الوعي والمعلومات وعاوز ترتبط بكل الدوريات العالمية وكل المؤسسات العالمية اللي معنية في تخصصك؟ عشان تعرف هم واصلوا لإيه؟ بل بالعكس هل أنت كمان عاوز تبقى نورمل أو أفريج عاوز تبقى واحد شكل طبيعي أو متوسط عاوز دايماً تبقى فولور تابع ولا أنت المفروض تقود توصل لمرحلة لتكون تابع مأموم لكن هل إمتى تبقى إمام؟ إمام حتى لحياتك الشخصية أنت تقود نفسك بنفسك وتشوف إحتياجاتك الشخصية أنت عارف إيه ناقصك وعارف إيه أنت محتاجه وبالتالي ما تنتظرش من أحد سوف يرتب على كتفك ويأخذك بإيدك ويقول لك إيه لما أنت تكون بجد عايزه يأخذه بإيدك وبالتالي بتسأل وبتتعلم وبتتعرف وبترسل وبتواكب وبتسافر وبتروح وبتيجي وبتشغل وبتكتهد عشان في الآخر خالص يبقى ليك مدرسة خاصة وفلسفة خاصة وليك في الآخر دور في المجتمع ليس محلي وليس إقليمي وليس دولي ولكن عالمي بالتأكيد ده كله مرتبط على وفقه رؤية مهمة وإلا سوف نرى الأحداث كما نراها على قمة جبل الجليد قمة جبل الجليد ودي النظرية التي يؤخذ بيها دائما في كل أرجاء المعمورة في منقشة كل ما هو ظاهر وسطحي كلنا نعرف أن الخطب الشمالي كارة مجمدة كلنا نعرف بشكل أو بآخر بيحصل فايلق وجزء من الجبال الجليد تبدأ تتحرك وتبقى فلوتنج وعائمة وتصل إلى أن يوجد حتى في بطنة الرحمة المهاجرة هل الآن الأوان أن نضيق ماء تحت الماء أن نضيق الجزء المظلم حتى نعرف عمك المشكلة هل كل ما نوقش من أي من كانت المواضيع اللي بتيجي في حياتنا يوميا هل إحنا وصلنا إلى الحقيقة ولا أحيانا لما تلاقي في سراع ما بين اتنين بيتخنقه تيجي ترد يعني تصالح ما بين زوجين تصالح ما بين صدقين تصالح ما بين مشكلة حصلت في المستشفة ما أو في أي أن كان المجتمع الموجود فرق ما بين أنك تصالح المشكلة بين اتنين يتصالحه أو تحل المشكلة أو تمتص غضب اللي أصادك أو أنك تعرف أن الغضب ده تحتيه بركان أدى إلى كده فتعرف وتناقش القضايا وتعرف المشكلة إيه عشان تصل إلى حلها ده مطلوب في رؤيتنا دائما لعمق المشكلة والأخذ بيها جبل الجليد وإحنا بنتكلم عنه هل ينطبق عليه أنه في حالة مثلا 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 أنت راحة من موجرة حالة اللي إحنا شايفينه منها كأعراض لا يساوي حجم المشكلة اللي مستخبي جواها ولا كمان جبل الجليد في هذه الحالة المرضية يعني أن المعلومات الحقية والوقائع المثبتة المتعلقة بحقيقة هذا المرض جزء يسير والجزء الأكبر من جبل الجليد المتعلق بها ما زال حتى الآن خبط أنه أقرب السؤالين مقبولين حلوين الاثنين الاثنين حلوين وطرحين مختلفين وكل منهم يؤكد الآخر أو يماهد للآخر لما جينا نتكلم على بطنة الرحمة المهاجرة وكنا بننتمي إلى مؤسسات دولية عشان نعني بالشرق الأوسط ومصر نتكلم في بطنة الرحمة المهاجرة والناس خيالت أن ممكن بطنة الرحمة المهاجرة يعني موضوع مختلف ممكن نتطرح فيه زي ما أنت كنت بتقول ممكن حلقة أو اثنين أو موقف أو ويعدي وننقل لموضوع آخر مش كيان بيهز المرأة وكيان بدأ يصيب المرأة يعني أنا بسميه كيان يعني هو نفسه عالم خاص عالم كبير عالم فرض نفسه على المرأة على العموم بمعنى كل السيستمز كل أعراض كل الأعضاء المختلفة في الجسم وكل الأجهزة المختلفة في الجسم ممكن تصاب بهذا المرأة كان الأول المعلومات يسيرة جدا على عموم العالم من ابطانط الرحم المهاجرة من اسمها عبارة عن خلايا الموجودة داخل تجويف الرحم اللي مسؤولة عن الدورة الشهرية لقينا بعض الخلايا اللي شبهها أو هي هي موجودة خارج تجويف الرحم عشان كده بتسمى ابطانط الرحم المهاجرة أنا وأنا بكلمك دلوقتي لسه في ملايين من البشر مش عارفين يعني ابطانط الرحم المهاجرة وبيسمعوها مجرد كده وتفسيرها أحيانا لبعض الأطباء هو نفس القصة كده إن الخلايا دي بقت موجودة برا الجسم الطبيعي برا الرحم الطبيعي وبقت موجودة في أي كان الأنسجة اللي موجودة وبالتالي الأجساء الخلايا دي هتعمل إيه زي الطبيعي هي بتعمل دورة شهرية كل سنة كل شهر في الرحم هتعمل برضو دورة شهرية في المكان اللي راحت هجرت فيه هجرت إزاي كانوا بيقولوا لما الدورة الشهرية وده كمان عندنا يبقى طارح جديد في اللي جاي إن شاء الله نشرحه بشكل من الحاجات المجسمات عشان يبقى أكثر كربة للناس لما بيخرج من الدورة الشهرية وزي ما قلنا لو ده الرحم وده عنوك الرحم زي ما الدورة هتخرج كده برا أحيانا تخرج عن الأنبوبتين ومن الأنبوبتين تخش ببقية الجسم ده كان الطرح الموجود وبالتالي بيسموها ريتريجريوت سيوري وبالتالي لما رجعت من عن طري الأنابيب وتزرعت في البريطون وتزرعت في الأعضاء المختلفة عملت بطانية الرحم المهاجرة والسبب أو الآخر في السيدات دي أو الإنسات دي بدأت المشكلة تزيد نتيجة الإلتهابات ونتيجة المشاكل ونتيجة الدورة المرتجعة وكانت الحلول اللي تطرح في هذا الوقت الحلول المقتنة لو بتدورها على خلفها وإنجاب يبقى نساعد على تنشيط مبيض وتحملي وصل الأمر أكتر إنها بتعوق الإنجاب نتيجة مش معروف الأسباب المختلفة فكان الحل لما تحملي البطانة الرحم بتختفي وكان حتى بيسموها therapeutic pregnancy أو الحمل العلاجي وأثناء الرضاعة فجأوا كمان إن البطانة الرحم المهاجرة بتفضل قابعة ومستقرة ومتنشطش مرة تاني بيسموها therapeutic baby ال baby العلاجي لأن طول ما بيرضع هو موقف الدورة لمدة سنتين وبالتالي برضو بيحصل خمول وخمود في ثورة بطانة الرحم المهاجرة وبعد كده ترجع تاني لما تتوقف عن الرضاعة أو الحمل أو حتى لو رضاعة طبيعة أو صناعة وكان الحلول مش عارفة تحملي طبي أعمالي أحملي حقن مجهري وبدأت generation يلاقي فيها بطانة الرحم المهاجرة مختلفة تماما عن الكلام اللي بيتقال ده ولما لاقي بطانة الرحم المهاجرة في جزء أصيل وأساسي ومهجور وملوش أي نوع من المعرفة أو إضاءة عليه بطانة الرحم المهاجرة للأنسات بطانة الرحم المهاجرة المراهقات قبل ما كنا نزود الوعي وده حقيقة وقبل ما كنا نتكلم في داو ونزود الضوء وقبل ما نقلق البيوت عن عمد عشان يتحركوا مبكرا كلم بيتقالي إن بطانة الرحم المهاجرة تيجي في تيجي من بعد العشرينات في الفترة اللي فيها نشاط وخلفة تبدأ تنشط زي ما تعلمنا وأكدنا جزء من من التعليم وأكدنا بجزء من الوعي المستمر من ثمانية لثمانين من ثمان سنوات للبنات حتى ما قبل الدورة أو الدورة المبكرة اللي بتيجي في السن ده لغاية تمانين سنة ممكن بتيفضل تيجي بتانية الرحم المهاجرة يعني بعد قبل الدورة ما تزهر وبعد ما الدورة تقطع لناس وثبتة علميا وبالعلم على مستوى العالم وبأخذ عينات وبحثها وتحليلها لقينا إن في بطانة رحم المهاجرة يبقى هنا في جزء تاني طب البناء احنا اتفقنا إن كانت الدورة لما بترجع في القنابيب بتعمل بطانة رحم المهاجرة طب البنات دولة أصلاً الدورة ما جاءت لهمش طب تقناني بايه لو احنا قلنا لما الدورة بترجع من القنابيب تلاقي بطانة رحم المهاجرة بدأت تبقى موجودة يعني معنى كده إنه محتاجة وقت ومحتاجة دورة ودورات 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 وسنوات من العمر زي ما تعمل في البابون وتعمل كتير جداً في الأرود إنه هم يجيبوا البابون والأرود وهم في الفترة ويبعدوهم تماماً في الأسر عن التزاوج وعن العلاقات ويبعدو الزكور عن الناس تماماً لمدة سنتين ويعملوا أبحاث فلاقوا بطانة رحم المهاجرة بتبدأ تظهر لأن البابون هو أقرب للإنسان في تكوين الجسدي دورة شهرية كل 33 يوم ورحم ومبيضين وأنبوبتين زي بالزبط المرأة فلاقينا بطانة رحم المهاجرة تبقى موجودة بس كنا عاوزين تفسير أكتر ليه بتبقى موجودة برة ليه بنت أول بقلت أي دورة وتشخصت زي زمان كتير جداً من البنات تظلمت إنها زايدة وتتفتح البطن وتتشال الزايدة وأحياناً كان يبقى فيه كيس فتشال أو لا ونفاجأ بعد سنوات من العمر للبنات اللي بقى دلوقت عندهم مثلاً سي 30 و40 سنة عانوا من مشكلة بطانة رحم مهاجرة كانت موجودة في الفترة دي وكانوا بتشخصوا تشخيص مبدئي إن تحطي إيد على البطن ورباونت فنومنا ومجبرن بوينت وتحليلوا يباني إن هم كانوا زايد وتتفتح البطون وتتشال الزايد وبعدين تفاجأ بعد فترة إن دخلوا في سكة الجواز وتأخر في الإنجاب وبعدين بالصدفة كانت تفتح البطون قبل ما يبقى علم المناظير يوضح مشاكل كتيرة جداً تحت جبل الجليد والعمق المظلم ونكتشف مشاكل كتيرة جداً لا حسرة لها نتيجة الناس اتقازت كتير جداً طب هل كان الطبيب ساعتها في اللحظة دي كان يقصد أن يأذي طب من طبيب كان بيتعامل مع المريضة في الوقت الحالي وفق وفق رؤية طبية ومعلوماتية حقيقة ولكن ده اللي كان متوفر في الوقت ده كان المتوفر حالياً ما كانتش المناظير بالشكل ده كانت المناظير وكان صراع ما بين هو المنظر أفضل والفتح البطون أفضل وكانت يتقالي المعلومات ده فتح بطن يعني أصاده كل حاجة والمنظر استحالة يخش الحاجة الصغيرة دي تقدر تشوف كل حاجة كانت البداية كده لغاية لما الإسلام ده بدأ يبدد وبدأ الترش الحقيقي أو الإضاءة الحقيقية من المعرفة تزود وتنور عقول الناس من التسطومونيا البشر من أراء الناس من أراء الأطباء على مستوى العالم من الناس اللي بدأوا من كانوا الربطروميزر يعني بيفتحوا البطون ويوصلوا للمناظير هو نفسه قناعاته اتغيرت وبدأ يحصل شفت من هو جراح تخليدي إلى شفت إلى دكتور مناظير يعني كأننا بنقول في الجديد يلا كلنا نبقى بس يعني زي أكون أقل تدخلا ولكن عندي نتائج رهيبة مبهرة اكتشفنا بدا بالوقت وبالتبعية وبالتكرار والباراكتسين والتدريب والوعي لأن ليه صعب قوي إنك أنت تغير نفسك لأن المعرفة محتاجة وقت عشان تتعلم محتاج وقت هل أنت تقعد تقرأ وتتعلم ولا تشتغل ووراك التزامات ما المعرفة التزامات هل أنت محتاج إنك أنت تنزل عشان تشتغل وتدور على وطفر كانت المسامات اللي بتقولها تفتح بيتك تاكل عيش تغير حياتك الأساس المعرفة والمعلومة الحقيقية هي اللي هتخليك في واضع أحسن وأفضل وصد نفسك وصد مريضك وصد ربنا اللي طلبت منك اقرأ طب بالتالي طب المعرفة ما نعرفت هل كمان بقى تدريب وتحويل المعرفة إلى علم أبلايد إن حول التكنولوجي أحيانا إلى تطبيق ما ده كمان ومحتاج وقت عشان أقدر أخش سواء كنت المناظير محتاجة وقت أطول من الجراحات التقليدية جراحات التقليدية أقصعد حد لفترة معينة شهرين ستة شهور أقدر أعمل كيسرية وأقدر أساعده في السقصة الرحم وافتح البطن واشين لكن الليرنين كير في المناظير وأتعلم فين ومحتاجة مديات عشان أصرف وعشان أتعلم وعشان أخذ وقت وقف العيادتي ولا خليها مفتوحة ولا مرضايا يسيبوني ولا يروح لحد تاني ولا أرجع ادى يلمى الرهيبة دي وما فيش مستشفيات مؤهلة كتير جدا ولا سواء تعلمية أو سواء حتى جامعية إن فيها أقسام للمناظير عشان يعمل النقلة الحضرية الموجودة دي ولكن أنا الأول نقول احتياجاتنا الحقيقية كده لازم أعرف إيه وات وينيد إيه إحنا محتاجين إيه مش أنا عاوز أعمل إيه ما ينفعش نقف طول الوقت نقول صعب كانت خرافات حقيقية إيه للآن إما إحنا بنقول للناس كونتر اندكيشن من الحاجات اللي غير مسموح بي أنك تعمل منزار لمريضة فتحة بطن قبل كده وهم لو مريضة فتحة بطن 19 و 20 مرة تقدر تعمل منزار تقدر تعمل رودماب تقدر تشخص من البداية لو المريضة دي فتحة بطنة وعملة سقصال للأمعاء وعملة كلوست مصابك من المحذير والمخاوف الرهيبة لا تقدر تعمل تقدر تعمل وتخش دخول آمن وتخرج خروج آمن ورزالة مختلفة لا دا المنزار ممكن يعمل مضاعفات أكتر من الفتحة البطون العادي وهم منزار ما يقدرش يعمل مضاعفات بالعكس بيقالل مضاعفات وبيقالل الالتساقات وبيقالل الالتهابات لأنها ما تفتحتش البطون للهواء الخارجي فما فيش كنتامينيشن ما فيش حاجة اسمها نفسك دخل جوه بطن مريضة مقفولة تماما ما فيش أي جزء لشاش ولا تلك بودر ولا جوانتيات اللمست بطن وأمعاء مريضة وبالتأكيد فرصة الالتساقات والالتهابات أقل والريكافوري أقل والتجميل أنه منوط بي المرأة أنه جرحة كيسرية أو جرحة فتئة قبل كده أو جرحة شد بطن بسبب لها مشكلة نفسية فتقعد تعمل لها تاتوينج أو تقعد تعمل لها رسم عصفير أو رسم أي أن كان الرسومات المختلفة عشان تداري منظر هي حاسة بي بكبحة ألمها نفسيا وإحنا ممكن نفكر إن ده دلع ده دحق لأ ستة عندها للجروح دي دحق إذا كان الراجل ممكن يبقى عنده المشكلة هو طبعا الجراحة تبقى موجودة ونحتاجها مع نفسها أقول أنا بتكلم بس لازم نطلع من دماغ الناس خفهم من المنظير طبعا أنا عاوز أقول كمان إن هل ممكن تاخد وقت أطول من الجراحات التقليدية عمرها ولو ما بتاخدش وقت أكبر من الجراحات التقليدية وخصوصا لما كون الليرنين كيرف بتاعك وصل والبركتسينج وصل وبدأت تشغل حالات كتيرة متعددة فشفت مداخل مختلفة وشفت حالات مختلفة وشفت التساقات متعددة ومختلفة وشفت مشاكل مختلفة وشفت كمان لما تعملنا بالمناظير اكتشفنا لوجود بطنة رحم مهاجرة كانت غير مشخصة من قبل قمة جبل الجليد اللي ظهر اسمها بطنة رحم مهاجرة وبدأنا نقسم التقسيمات المختلفة حتى المعنيين ببطنة رحم المهاجرة سواء كانوا اكاديميين سواء كانوا مؤسسات غير طبية سواء كانوا مجتمعات صغيرة معاهد صغيرة مستشفيات جماعية كليات عملية كل ده الجمع في اكبر منتدى يتعامل ويناقش بطنة الرحم المهاجرة ما واصل اليه والكلاسيفيكيشن والتقسيمات اللي موجودة المناظير هي الركن الراكين والاصل اللي قدرت بعد من سنة 72 لما اول تقسيمة للامريكان سوسايتي أو فرتيلتي الى الاسر ام امريكان سوسايتي أو فرتيلتي كل ده لما تقسم التقسيمات ويعيد تقسيمة التقسيمات يعني المعرفة تعمل قواعد والقواعد تعمل براكتسينج تعمل تطبيق وبعدين تفاجأ ان تخيل المعرفة تبدأ تتغير من جديد والقواعد تتغير من جديد لانك ما كنت تعلمه وجدت انك لا تعلمه وكمان ممكن تحط قواعد طبية وتقدر تقسم المرض تقسيمات زي ما هننوقش النهاردة تقسيمات مختلفة فتفاجأ ان التقسيمات دي مش رادية المرضى ليه؟ لان المريضة اللي بتشتكيه غير اللي انت بت نظر ليه وبتقيده يعني بمعنى تقول المريضة ده منيمال ميلد مودرد سيفير ده درجة اولى درجة تانية درجة تالتة درجة رابعة فتفاجأ ان المريضة اللي انت كنت مقسمها درجة اولى ان المريضة دي عندها الام مبرحة يعني اللي شفت بجراحة اخليدية بمنظار درجة رابعة ومتأكد انه عامل مشاكل رهيبة الست دي مخلفة والست دي الالم عندها قليل امه اللي كانت بتشيكي بايه؟ وجات لك ليه؟ يمكن كانت بدأت تشيكي مؤخرا يعني حتى الموجودة والتقسيمات المختلفة والتقسيمات المختلفة كانت لا ترتقي الى حقيقة المرض بالكامل زي ما كنا في الصفحة الاخيرة اللي كانت موجودة على الشاشة دلوقتي وكانت قسم المرض الى درجة الى اربع درجات استيج وان واستيج تو استيج سيج سيج وستيج فور وقصدنا نسبتها كده ولقينا كنا منقول لما يكون في بقر مختلفة من واحدة لخمس من بقر موجودين سطحيين كنا بسميه منيمل بسيط تافع لما نلاقي استيج تو من ستة لخمستاشر نقطة مصابة ببطنة الرحم سواء كان في العمق اكبر او مساحة اكبر منقول انها ميلد يعني يعني يا دوبك خفيفة لما استيج سري كان من قوم من خمساشر الى اربعين موجودة لاصابة اعمق او كان في كيس دموي صغير موجود على كيس على مبيض واحد كنا بنسميها انها مدرت او كمان كنا نلاقي الالتساقات في المية خفيفة جدا وكل ده هنوريه لدوقتي للناس الرابعة وكانت الاصابة الصعبة اللي يسموها الفروزن بلبس والحوض المجمد وكل الالتساقات بقت موجودة او الاصابة بقت اعمق بدئت تبقى موجود تحت البريتون وبدئت تبقى موجودة بعمق يصل الى نص سنت فيه ما هو اكبر يعني ما مكونش على سطح البريتون تخيل التقسيمة دي اللي مشينا بيها سنوات من العم لقينا ان التقسيمة دي مش قادرين نطبع على كل الناس ومش مرتبطة بشدة الالم ومش مرتبطة حتى بالخصوبة يعني هل الدرجة البسيطة ليها تأثير على خصوبة؟ فوجئنا الدرجة البسيطة والدرجة الكبيسة الشديدة اللي اتنين ليهم تأثير نقشنا ده في حلقات سابقة اتمنى لو كانت الحلقة موجودة وده كانت ميمكن في 2014 او كده كنا بنكلم و بنقول من الواضح وللعيان وللأمور وللأطباء حتى لما يخش بمنزار او فتح بطن ويلاقي الحود مجمد والتساقات شديدة ويلاقي ان المريضة دي يعني انها متأخرة في حملها فمنطقة جدا انها متأخرة في حملها نتيجة ان الواضع التشريحي اختلف نتيجة ان الامبوبتين اتقفلوا نتيجة ان المبيدين فيهم اكياس دموية كبيرة طب بس ده مقنع لكن مقنع ازاي ان ما فيش اكياس دموية وما فيش التساقات وفيه اصابة بسيطة تفعب ان اذكرها لدرجة ان ما اقمنا ممكن ان اهدي التكيف اهدي التكيف شوية احنا عادين في جبل الجليد في جبل الجليد ايو دي حقيقة عشان كده يسخنوا هل هل الاصابة البسيطة اللي موجودة يعني انت بتو حتى ما تيجي تعمل منظر كنت بتطلع تقول المريضة ايه ما عندكيش حاجة اه ما كانش في حاجة ظاهرة خالص لدرجة ان انت يعني المنظر كان تشخيصي والمريضة بتعاني من القلم وتؤكد كطبيب ان ما كانش فيها بتنترحم معك وما فيش سبب تقول ايه اكيد كان فيه مشكلة تانية نفسيه اكيد تاخر الانجاب هو اللي كان بخليها نفسيا بتقول ايه ففجئنا ان احنا كنا غلط فجئنا ان فيه حاجة اسمها اكروماتيك اندومتريوزيس فجئنا ان فيه بطانة رحم معجرة تصيب البريطون ولكنها غير مسبوغة يعني بمعنى الالوان اللي كنا تعرفنا عليها الجون باودر والبراون والبليوش كل الدرجات المتفاوتة من الاصابة فبتقدر تشوفها وتقول ادي اصابة لا والله فيه اصابة بس غير مسبوغة وبالتأكيد ما بتبانشي وبالتأكيد لما كنا بناخد من البريطونية الفليود من السائل الموجود في البريطون كان احد الرموز وفك الشفرة الحقيقية الموجودة لان لما لقينا في السائل الموجود في البريطون بعض الخلايا الالتهابية وناخد جزء من الاصابة اللي كانت موجودة ونحللها بعد النيرف فايبر الخلايا العصبية اللي موجودة فنؤكد ان المرض بيقدر يعمل لنفسه حصن حصين ويبقى الالم طرفي وسنترل والالم مركزي من المخ اللي بينقل المعلومة من المكان المصاب الالم بريفرل نتيجة المرض اللي موجودة عامل اعصاب واحيانا يعمل انفجين للاعصاب يعني يعمل اعصاب حقيقية موجودة في المكان ده ويعمل انفجين للاعصاب جنب الالتهابات الموجودة ففكرنا اختلف ورؤيتنا اختلفت وعملنا ثورة على انفسنا لتصحيح اوضاعنا من جديد والفهم عمق بطنة الرحم المهاجرة من جديد على فكرة في فراع الطبية كتير ليس كتير قوي من فراع الطبية وجدوا انه احيانا التقسيمات مالهاش علاقة بالحالة العرضية المرضية دي حقيقة المرض ممكن قوي في المايلد مثلا مثلا يعني تأثر شريان تاجي بنسبة بسيطة يلاقوا من ناحية البطولوجية ومفوش تأثر كبير ويبدو طبيعية لكن مع ذلك في زفحة صدرية قوية في واحد تاني شريان تاجي بتاعه متأثر بشكل ولسه ما اشتغلش من اعراض ده ورد في كتير من العرض لذلك بدأوا يحصل ثورة على التقسيمات من ناحية في فروع الطبية ده حقيقة وده اللي اسمه ككل اللي هو بقى يحصل تاني ثورة على الثورة الحقيقية العلمية لتصححها ليس ثورة تيجي عشان تزق ثورة ولكن ده كلها ثورة تسلم ثورة لتصحح الأوضاع من جديد التقسيمات كانت بتيجي تاني كانت قديمة وموجودة تقسيمات بتيجي على يعني التقسيمات والدرجات المتفاوتة على ايه؟ تقسم التقسيمات مختلفة تاني لدرجة اولى وتانية وتالتة ورابعة الاندو فاند الاندومتروزيس اسوسياشن اف امريكا كانت احد الاكاديميات الخارجة من بعيدا من الجامعات المعنية بالاورنس التوعية العالمية لعموم المرضى والاطباء كانت عملت حاجة اسمها كلاسيفيكيشن جديد تاني تقسيم تاني تقسيم تاني وسمته انه فيه عندنا اسمه بيرتونيل بتانيت راحل معاجرة سطحية موجودة في البيرتون وديب اسابة بسيطة وأوفيريان على المبيض كيس مبيض وتنتشر اسابة الاعضاء المحيطة او انها ديب وان وديب تو يعني كمان العمق بقت اتنين عندي يا اما عمق الفروزن بيلفيس خلاية بتانيت راحل معاجرة موجودة على الاعضاء الموجودة على الحود والتساكات الحود يعني موجودة على الانبيب على المبيضين على المستقيم على المهبل على المسانة البولية على الرحم كل ما هو الداخل اللي موجود في الحود او عميقة بس برا الحود موجودة بقى فين في الزايدة موجودة في الحجاب الحاجز موجودة في الرئة موجودة في القلب موجودة في المخ موجودة في العين يعني كمان بطانية راحل معاجرة ممكن تكون موجودة كنه كنا بنتكلم احنا بقى احنا جزء قصيل من الناس مهتمة ببطانية الرحم المهاجرة فبدأنا نتكلم على البرائتة الاندومتريوزيس اللي في التقسيمة دي مش هتلاقي بطانة الرحم المهاجرة اللي أصابت التسرة بطانة الرحم المهاجرة اللي أصابت الباك الضهر بطانة الرحم المهاجرة اللي أصابت الجروين اللي أصابت اللي موجودة في الانجوينال çünkü لبنات لم ما جاهمش فيه ماشرة جراحة قبل كده ما تمتش جراحات قبل كده عشان نقول انتقلت بسبب جراحة ما حصلش حملة لسه وموجودة في السرة كانت لينا تفسيرات تانية موجودة ولكن بنقول ايه البطانية راح من الموجودة اللي موجودة دلوقتي كده في البرايتر اللي موجودة في الأطراف دي سميناها ايه كمان انها ممكن تبقى ديب ولكن ميرور مقلوبة كهينة تحت البريطون بس هي تحت الجلد بالنسبة لنا ولكن هي تحت البريطون فكأن برضه حصل انفجن بشكل او باخر وده وصلت للعضو المصاب ليه سواء لجرح كيسرية سابق لاستقصار رحم سابق لاستقصار اورامل فيها سابق لحتى جهات سابق وتنقلت من المكان الى اخر ولكن بطانية الرحم الموجر علميتنا جديد وجديد تاني ان كان فيه كلاسيفيكيشن تاني قديم موجود اسمه عاوز بس نوضحه بشكل فيه مجموعات مرضية بتبقى تقسمها حسب الحالة المرضية الاعراضية وفيه تقسمات تانية بتكون حسب البطولش حسب التواجد المرضي نفسه شكل عامل ازاي كانوا مقسمينها حاجة اسمها الف او اي تي اي كلاسيفيكيشن بدأت سنة هنا الف تسعمية واحدة سنة الف تسعمية واثنين 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 وبعد كده في الفين وعشرة بوس تخيل من واحدة سنة بعد عشرين سنة التقسيمة دي من نفس ال ال الاندوميتر الاندوميترز اسوسيشن اتغيرت مرة تانية اللي بتاني ترحم المهاجرة للمعنيين بتقسمية تقسيمة المرض ان يغيروا ويعملوا ثورة على افكاره مرة اخرى يعني كانوا بيتكلموا ان ال اف اللي هو في فوساي في بقر من بتاني ترحم المهاجرة او التاني ال او اوفيرين تبقى موجودة على المبيض السي ال ا اللي هو الادهيجنز والتي 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 والاي في انفلامتر انا بحس يعني عاوز اقولي الاختصار وبعد كده ضعفوا عليها ال 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 اللي بقى لقوا ان ده ال 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 اللي ما كانوش بيقسموهم اللي بتانية الرحم المهاجرة اللي هو ال 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 التغدد الرحمي وال ال والحاجز اللي موجود ما بين المستقيم والمهبل ما كانوش اكتشفو لغير بعد ثورة 2019 وعشرة اقصد ثورة العالمية اللي موجودة على بيطانية الرحم المهاجرة الدقيق العمق وصل ان موجود بيطانية الرحم مهاجرة موجودة في العمق ده طب ايه ده المريدة بتشتكي وبالالام وبتأخر الانجاب وعملت ومحاملتش وعملت حقني مجهري ومحاملتش وبتشتكي بألم في الدورة وألم في الجماعة وألم في الدورة وفي الجماعة وألم في التبرز وألم في التباول يسموها كده ديسكيزيا الفور دي ديس كيزيا ديس بارونيا ديس مونوريا ديس يوريا ديس يوريا الفور دي عدم القدرة ديس يعني ألم فلما يكون ألم ديس مونوريا يعني ألم في أثناء الدورة الشهرية مشهورة ديس يوريا معناها أنه ألم أثناء التبول ديس كيزيا ألم أثناء التبارس الاربعة اللي موجودين معهم تأخر انجاب فتعمل بعد كده ان حاجة اسمها الوز للألام وكل واحدة من دولها تاخد درجة من الألام اتنين فتسيجي تقول المريضة دي عليها عشرة من عشرة متألمة في كل الأوضاع دي أو تمانية من عشرة يعني ما عندهاش مثلا ألام في الجميع بس بيئة الألام موجودة أو أربعة من عشرة والتأسيمات الألام الموجودة مع حاجة اسمها البينك واتشنير وتاخد استبيان طبي على الألام الموجودة كل ده التأسيمات الموجودة سواء كانت تأسيمات في وضعها التشريحي أو تأسيمات لحجم المرض وشكله أو تأسيمات لقوة المرض وتأثيره أو تأسيمات كان الهدف منها واحد اتنين تلاتة اربعة واحد تأسيم بسيط يخلي الدكتور يفهم ويفهم يخلي الدكتور يشرح والمريض يستوعب أنا كانت المرض سببه إيه أو أقصد المرض كان دركته إيه اتنين عشان أقدر أشوف إن المريض ده وأنا باخد منه العينة وباخد منه التحليل هو المريض ده أقدر أدي له العلاج لو كان بعد ما خدت العينات وده الجديد بقى إن أشوف الريسبتورز اللي موجودة المستقبلات اللي موجودة في الأنسجة عشان أقل الجرعات الهرموني اللي هياخدها ما بعد ذلك وعشان شوف نسبة الركارنس تكون قد إيه وكمان التاريخ المقصود من قبل كده من الجرحات لإن بتانت الرحمة المهاجرة لإنه مرض بجد هنتكلم لسه فيه في تفاصيله وطلاصمه وألغازه إن كل جرحات غير غير يعني جزرية هي جرحات تضاف إلى الإصابة وفرصة الرجوع مرة أخرى وكأننا بنعمل إلسلت أو إهانة للبروتون وبنزود على خلايا العصبية تتكون مرة أخرى فتلاقي الألام رجعت مرة تانية أو المرض رجع مرة تالية أو تالتة أو التأخر الإنجاب بقى موجود وأصيل وللاقي المريضة بعد ما عملت الجراحة بترجع تاني تشتكيت فزودنا وتعلمنا إن فيه حاجة اسمها الساكند لوك وأحيانا نثرت لك إن النظرة التانية وقلنا النظرة التانية ممكن تكون جزء أصيل في المنظومة الصحية والعلاجية وليس لأن المريض ما قدرت تشفيه مرة بالكامل ولكن في العلاقة البسيطة بينك وبين المريض ده حتى فيه درجة حرارة مرتفعة بسيطة وجات لك مريضة في عيادتك وديت لها مضادة حيوي وديت لها مسكنات وديت لها أدوية لتخفيض درجة الحرارة بترجع لك في الاستشارة مرة تانية بتعمل لك التحليل اللي عاملها مرة تانية بتعمل لك الصنار اللي كانت عاملها مرة تانية المرة التانية دي في الطب اسمها الساكندلوك الاستشارة يعني الساكندلوك الساكندلوك عشان تشوف درجة الحرارة راحت بالكامل ولا لسه فيها شوية فتقول لها كملة على للك فمقبول إنها عملت لك التحليل وكان فيه نسبة صديد في البول فبقى 100% اللي كل هايبورفيلد اللي بقى 50 فبتقول لها تحسينها كملة مقبول إذا كان أصلا الصنار كان عندها كيس كبير وبدأ يرجع ويقل كان التهابي فبقل لها كملة أو اختفى تماما مقبول يعني حتى ريكارنس اللي نرجوحها مرة تانية تجيلك أو يرجع الحرارة تختفي وترجع مرة تانية فمقبول إنها ترجع لك تانية عشان تتعالج وليس تقصير منك وليس عدم إنجاز من المهمة بالكامل فما بالك في مرض عنيف زي بطنة الرحم المهاجرة أو مرض عنيف زي السرطنات اللي موجودة فبالتأكيد محتاج إلى السكن دولوك إنها تبقى موجود وجزء أصيل من المعرفة ومعلومة ومن البداية وانت بتشرح لمريض ومن البداية انك انت كمان تشرح للأهالي ومن البداية دي بقى فيه أتندنس الأهالي وتشرح لهم المرض كان شكله ازاي ليه؟ عشان رقم واحد يعرفوا إن كان فيه مرض اتنين عشان ينتبهوا إلى خطورة المرض وبالتالي انتباه لبنات الصغيرة اللي هنتكلم دلوقت هل البداية تنعمل الموجودة مرض وراسي وعائلي؟ هكمل في ده وده مهمة قوي آه هو الاتنين وراسي وعائلي آه يعني هو دايما الفاميليل ديزيز كلمة أنا ما بحبهاش أوه في الطب لأنه مش دقيقة لكن لما أقول هردتري أنا ببعارف أنا ماشي ازاي هردتري اسهلي هردتري يعني وراسي هردتري ببعار شايف هل ده يعني هو مرتبط بي الكرمزومات الإكس ولا مرتبط بي الأوتوزومس آآآ فهل ثبت فعلا أنه لا ملخا حلو السؤال وحتى لو هبعد وارجع تاني اللي ده مهم عشان تسلسل ده مهم للناس عصا انت لما قلت العائلة فلازم جات مريضة آآآ عندها بتعني ترحمه فلما بترجع للتاريخ مكتوب بتاني ترحم المهاجرة موجودة عن دعمتها وموجودة عند والدتها وموجودة في بقية شجرة العائلة وفيه إصابات بالسرطانات لبعض اللي موجودين أفراد العائلة لأن فعلا فيه علاقة مباشرة ما بين السرطان وبين بتاني ترحم المهاجرة سواء كانت العلاقة أن المرض يأتي مقدمة للسرطانات أو مقدمة لأمراض منعية أخرى أو يأتي بسبب عموم خلل هرموني وبالتأكيد زي بتاني ترحم المهاجرة ما خلل هرموني واستروجين عالي الأورام اللي فيها ما خلل هرموني واستروجين عالي سرطان السادي هرمون عالي استروجين عالي سرطان المبيض نفس القسم وبالتالي سواء كانت السيريز والكونترافيرسي الموجود يؤكد أن فيه علاقة ما بين بطانة الرحم المهاجرة والإصابات المختلفة بالسرطانات ومنها النانهوجي كان لينفومة والميلانوما والبريست كانسر والأوفيريان كانسر وأحيانا كمان للأهالي اللي موجودة فتبقى كمان البروستيت كانسر بروستيت للرجالة اللي أمهاتهم كان عندهم بطانة رحم مهاجرة فلو كان بنقول وبنأكد أن فيه علاقة فبالتأكيد النظرة اللي فيها وعي وتصحيح وأخذ الاعتبار من ده من البداية يخلينا أحيانا يحصل بيرفينشل لأمراض كتير جدا في بيوتنا يعني لما كان الأم عندها بطانة رحم مهاجرة وتركز على بنتها من البداية وهنقول فعلا فيه فرصة للإصابة أكيد هتحمي بنتها من أمراض كتير جدا السؤال هل هو جيناتك؟ أه تأكد ألميا أنه هو فعلا لأعلاقة بالجيناتك وفيه علاقة ما بين التوائم يعني عندي بنات كتير جدا عندي مستوية في مصر والإقليمي والدولي والعالمي أن البنات اللي موجودين توقع واحدة يكون عندها بطانة رحم مهاجرة أو رملفية التانية عندها بطانة رحم مهاجرة أو رملفية أكتر من 60% هذا واحد لو أختنا عندهم بطانة رحم مهاجرة التالي أنت عندها 8 أضعاف العادي ناجلها بطانة رحم مهاجرة يعني لو أحنا كنا بنتكلم بنقول أن بطانة رحم مهاجرة واحدة إصابة لكل 10 ماشين في الشارع عشوائيا كده عندها بطانة رحم مهاجرة وانا مؤكد اني بأكد ان الاصابة اكتر من كده لان احنا بنتكلم على اللي تم تشخيصهم بالفعل اللي تم في غرف العمليات بالفعل اللي تم تحسن كانت جراحة تخليدية او مناظير ثبتنا ان واحدة كل عشرة لكن اللي موجودين في عموم هم اكتر من كده فثبت ان جينيا موجود بتانيت رحمة معك بس الاصابة مش من الام فقط ومن الاب اكتر يعني الاب اللي اخته عندها بتانيت رحمة معاجرة عنده سداد ان يوارس لبنته عشان احنا هنا المعلومات البسيطة احيانا ربكت ناس كتير جدا فمتخيل والبنت زعلانة جدا من امها ان اصابتها بابتانيت رحمة معاجرة واحيانا ما بنقولش كده بنقول بس عشان الاب اللي متجوز او الزوج اللي متجوز اذا كانت اخته عندها بتانيت رحمة معاجرة او والدته عندها بتانيت رحمة معاجرة او رمل فيها عنده فرصة ان يورس لبنته حاجة زي كان وبالتالي ناخد بالنا في الاعتبار او ما البنت تبدأ في سن مبكر متابعة اصيلة من البداية وبالتالي هننهي كتير جدا من الامراض لو اخدنا الهيلس او في يانج وومن هيلس من البداية واخدناها بعين الاعتباره بالقوة والحيائين بس البنت اللي كان عندها بطاني ترحم مهاجرة طلعت اتسلها كانوا وغدينها بالتبني ما كانتش من تقوم حقيقاتا طب جالها بطاني ترحم مهاجرة من ايه ده تبني فكان هنا انفيرومنتل انفيرومنتل بي ايه وده اللي كان موجود لو تفتكر ان كان يجيجي اقولك على روماتيك فيفر هل هي فاميليا لو لجناتك لان احيانا خمس ولاد او عندهم روماتيك فيفر بيفسروا انهم بيعيشوا في نفس البيئة نفس الادام نفس الرطوبة انت بي كده كثير جدا من الامراض انفيرومنتل يعني نفس الاكل ونفس الشرب ونفس البيئة ونفس ال وان كان تبني انفكشن يعني واضح لكن الروماتيك حتى لان غير واضح لكن الجديد بقى تبني اللي واس الجديد مش الجيناتك مش الوراثة بس لان ممكن انت الام ما عندهاش بيطاني ترحم مهاجر والاب ولا اسرته عندها بيطاني ترحم مهاجر واول اصابة على عموم العائلة وتاريخ الورق لو حفظينها تماما اول اصابة اللي بيطاني ترحم مهاجر البنتهم ده جاي منين؟ ده جاي من حاجة اسمها الابيجيناتك والابيجيناتك معناه ايه؟ الابيجيناتك انه معناه تحور في جين اثناء لما كان الجنين بيتكون في فترة تخليق الجنين والاجنة واعضاؤه وهو في رحم امه طب ايه اللي بيحصل؟ يحصل اكسبريشن للخلايا بتاعت بيطاني ترحم المهاجر من المولاريان داكت من الجزء اللي هيكون الرحم والالابيب والمبيضين تتكون الخلايا بس برا الجسم وتبقى موجودة في البريتون او موجودة في اي جزء ما داخل البطن او الحون وبعدين يعد مرور الكرام لغاية لما تبدأ توصل لمرحلة النضج تبدأ الاشارة وبتاعت الهرمون وما بين العلاقة بالغدة النخمية والمبيضين فتبدأ صورة الجديدة انها تبقى انسة وتبدأ الدورة الشهرية فتفاجأ بألام رهيبة وحدة من اول دورة ولو تعمل منظر على انها متشخصة انها زايدة تيجي تخش تلاقي فيه اصابة ببطنة الرحم المهاجرة فين؟ في البريتون جي منين؟ ابي جيناتك كان موجود كده طيب لما ابي جيناتك ده معنى ايه؟ حصل تحور في جينات لناس مش مصابة اصلا ببطنة الرحم المهاجرة ولكن عن طريق البيئة حصل حاجة ازاي كان فتعلمنا فتعلمنا في حلقة سابقة زميعا 2015 ما يطلق عليها الديوكسينات والديوكسينات هو لفظ علمي لبعض المنتجات اللي بتطلع ويخرج منها تحرير لمادة اسمها الديوكسين والمادة اللي اسمها الديوكسين بتطلع حاجة اسمها الاستروجين الصناعي فموجودة ان الديوكسينات في حاجات كتير جدا في البيئة اللي موجودة حوالينا موجودة وعشان قبل ما صورت الديديتي وقبل ما صورت حاجات كتير جدا من الصناعات تبقى موجودة والبيفيسي البلاستيكات تبقى موجودة ما كانتش موجودة الامراض وبطنة الرحم المهاجرة بانتشارها بعمقها بتأثيرها زي ما موجود في الوقت الحالي لما عن عمد لضحايا البشرية طبعا البابون تاني القرود لما تحقنت بجرعات بسيطة لا تقضي الى القاتل زي الديوكسينات الموجودة بمواد كيميائية مختلفة من 6 ل 8 سنين كلهم اصابوا بطنة الرحم المهاجرة بنسب متفاوتة على نسب المتفاوتة للمواد الكيميائية الموجودة وبالتالي الطرح افضل مستمر وبعد الفصل او الفصل نواصل ونقول بطنة الرحم المهاجرة الجزء المظلم من جبل الجليد ان الاوان لتصليط الضوء عليه والرؤية ما هو غير معلوم وغير معروف ومنبصش على قمة جبل الجليد وان بطنة الرحم المهاجرة او بارة عن كيس للشوكولاتة او بارة عن شهة الام او انها ما بتتعليكش او ان الالام راجعة تانية او الالتساقات مرة راجعة تانية عاوزين ثورة على انفسنا لتصحيح الوضع من جديد وإلا هنفضل استقل لزئنا في مستنقع كنا متخيلين ان احنا مسيطرين عليه او ان احنا وصلنا الى حد المعرفة الكامل اتار ان كنا لسه في الكشور ولسه في اول خطوة من طريق الف ميل دايما كلمة توصيف جبل الجليد في الحالة المرضية زي مثلا بطنة الرحم المهاجرة بيحمل اكتر من شكل سواء شكل طبي او حتى شكل فلسفي يعني لما هتعامل مريضتك او هنتعامل مع مريضة اللي بتشيكي من اعراض معينة على انها هذه الاعراض مرتبطة بحالة مرضية اسمها بطنة الرحم المهاجرة بدون الاخدف الاعتبار التغيرات النفسية المصحبة لكلمة قلم المعاناة اللي بتعانيها هذه البنت المعاناة اللي بتعانيها هذه الاسرة الضرر النفسي اللي واقع عليها فاحنا كده برضو بنتعامل مع جبل الجليد ده شكل من اشكال جبل الجليد لما نتعامل مع الحالة المرضية على انها مجرد كيس موجود عامل شكل تشريحي في خلل حاصل لو بيسموا كيس الشوكولاتة على المبد اعتقد ان ده برضو محتاج مراجعة لان ده بقى هيبقى برضو معاملة على اساس جبل جليدي اللي هو انا شايف حتة صغيرة هشيل هدخل هشيل الكيس او او اسحابه او اسحابه او اسفوته اه اذا كان في الاسليب الحديثة يقولك لا ما تسيبه اذا كان مش مقص يعني وتغفر بقى الاسليب لكن لازم يكون دارس كتير من الاشياء المحيطة بهذه القمة فيه قاع مهم جدا يترى المبيض اخباره ايه يترى مخزون المبيض اخباره ايه يترى الستيديات سيتيوشن بتاعها ايه الطب دلوقتي عشان تتفادوا فكرة انك تتعامل مع حالة مرضية زي ما كتير من الناس بتعامل باستخفاف شديد جدا مع قيمة جبل جليد وطبعا يحضرني القصة المشهورة لتيتانك انشوف بجد والله معرف ما نعرف انا ما اعرفش خالص ان فيه بس تيتانك القصة اللي انا عارفها من القصة الحقية والفيلم كيف تترايت ناو اه بزبط انه السفينة مشت استهان المراقب اللي على السطح بايه انه فيه جبل جليد قد ايه لا شافه صغير ما شافش عمكو ما شافش عمكو لانه ما تنبهش انه فيه عمك عمكو خابط المعلم وادمر سفينة واودع بحياة ما عرفش كانت 1300 وحاجة شخصية وكانت سفينة مبنية اصلا مصممة انها لا تخرق لا تخرق يعني وده طبعا يعني يعني اثبت انه الغرور وغطرست البشر دائما دائما مخيفة للغاية لانه اللي اغرق هذه الغطرست هو استهانت الناس باللي ممكن يواجهوه من البيئة من جبل الجليد الحياة كلها بتعلمنا الحكاية دي يا جماعة حاجات كثيرة قوي معظم النار من مستصغر الشرر معظم الضرر يأتي من انك شايف قلمة الشيء ومش شايف عمكو ومش شايف تأثيرو خلينا شوية نقرب من الناس حتى في الحالات المرضية من ضمن الصخافة الطبيعية المهمة جدا اللي انا اعتقد ان احنا قدمناها في الدكتور انه الانسان مش مجرد بتبتشيكي من ايه حاجة او بتشيكي من ايه اخويا او بتشيكي من ايه اختي وقليلي اخودي للرشدة والدوى واشوفك ان شاء الله المرة الجاية باي 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 الانسان محتاج محتاج انه حد يطبطب عليه حد يقوله كلمة حلوة ابتسامة بس بسيطة لو انت وقتك صعب شوية ابتسامتك مجرد الابتسامة ولذلك قيمة الابتسامة دي مهمة جدا ومفيش اجمل من ابتسامتك في وجه اخيك صدقة دي كلمة حلوة اوي وصدقة دي يعني ده دي ممكن تدخلك الجنة ان شاء الله خليكم مع الدكتور اهلا بكم كتير اوي في حياتنا تيتانيكس ازاي يعني وهو الثقة والغرور وان انا مدققش وماخدش كل حاجة على محمل من الجد والاستهانة بالصغائر هتوصلني للغرقان تيتانيكس مشروع معمول البروجيكت معمول متعملش فيه الاخد بالاسباب والعمل العلمي المامني صح وصلني للتيتانيكس كلمة كلمة تتقال جملة تتقال حكاية قعدة وفطفضة وكلام فيه نوع من الحماسة مش مترتب ومش معمول أبعاد ومش مضمون اه 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 اول كلمة قلتها الدولة اصبحت دولة مبنية على العلم كل حوار فيه علم بعجبني جداً حوار كل المسؤولين في الدولة المبني انا بتكلم يعني مبني انا بتكلم على ان انا مذاكر جايب احصائيات علم رئيس الدولة نفسه سيادة الرئيسة كل حواره تحس دايماً هو ما شاء الله انا مقولش ده مجاملة ولا يعني رياء لشيء ولكن انا انا رجل تربيت علم تربيت على العلم كل حاجة بتحصل في الدولة تحس انه فين المتخصص مين المتخصص اتكلم لو سمحت ادينا المعلومات عشان الجيل يطلع وكل الناس تطلع مش كله يتكلم في اي حاجة لأ حضرتك عارف حضرتك اتكلم لانت انا المسؤول انا حتى اسمع لك اين كان حضرتك مين كبير صغير طيب انت المسؤول انت لا تتكلم العلم يا جماعة هو اللي بيقي الناس من تيتانيكس وخطورة انه انا طرنش استهون ما قدرش قيبة المشكلة هيحصل زي ما تيتانيك عمله وخبطه في جبل جليد عايز ابدأ حواري في النص التاني من حلقتنا اليوم بسؤال هل في ادوات ساعدتني على ان اقدر اقيم فعلا جبل الجليد وهو جبل الجليد مكنش متشاف المشكلة المرضى مكنش متشاف دي حقيقة وانا لو كانت بنكلم على العموم وبالخصوص على بتانت الرحم المهاجرة وبالخصوص لما بدأنا نغوص في اعماق الجزء المظلم من معرفة الحقيقة ورا انتشار مرض بتانت الرحم المهاجرة مش معنى دلوقتي ده كانت امها ما تسمعش بمرض بتانت الرحم المهاجرة ده ما كانش فيه حد في العيلة او في المحطين بحاجة اسمها بتانت الرحم المهاجرة وبدأت المعلومات تتداول وبدأت حقائق تتقال وبقى بدأ فيه خزعبلات وتخريف تتقال ان فيه عفريت لا ده غير انت عفريت لان اقصد حتى فيه طرح الطبي يعني مثلا مثلا كان بيتقال معلومات زي ما ايه ان بتانت الرحم المهاجرة معناها ان ما فيش انجاب اللي عندها بتانت الرحم المهاجرة ما تحملش خطأ هذا خطأ استصحيحه تلاتين الاربعين في المية من اللي عندهم بتانت الرحم المهاجرة ما عندهم تأثر بالحالة فممكن حملهم يتأخر لكن ستين لسبعين في المية المم Kern يحصل حمل لفوجود بدانت الرحم المهاجرة اثنين بقدانت الرحم المهاجرة ما تجيش لقانيسات اتفاقنا نتيجة من تمان سنين موجودة بدانت الرحم المهاجرة ستين في المية من البنات اللي عندهم الام مع الدورة الشهرية ستين في المية منهم عندهم بترن ترحم المهاجرة الام بتغيبهم عن الدراسة ألام بتخليهم أيام موجودين في السرير ألام موجودة للسيدات حتى اللي ممكن يكونوا أنجبنا قبل كده وممكن تلاقيهم أنهم مش قادرين يقوموا بمهامتهم الحقيقية عندهم فاتيك سندروم مرض إجهاد دايما مستمر موجود بطنة الرحم المهاجرة تتعالج لما تشيل الرحم أو تشيل الرحم أو المبيضين خرافة بطنة الرحم المهاجرة لا تعالج بالاستقصال الأرحام تتعالج بالاستقصال الأرحام في الخطوة المتأخرة جدا لتغدد الرحم والتغدد الرحم دلوقتي لأساليبه سواء كانت جراحية أو non-invasive غير متدخلة أنك تقلل من خطورة هذا المرض والتغلب عليه ثورة على أنفسنا ثورة في المعلومات ثورة في التكنولوجي والتقنيات تأكد أننا كنا عندنا قصور ذهني وقصور معلوماتي وقصور حتى في رؤية كل ما هو بالعمق كنا متعودين أو تعلمنا اللي تعلمناه وفقط أنا واللي جوايا وبس يعرف أن أنت حتى لجواك مهما وصلت من العلم أنه منكوس وتأكد أنه بعد سنة أو اتنين هتأتي علوم أخرى أو أن أنت تقلب على نفسك وتنقلب على نفسك مرة أخرى لأن فيه تصحيح الأوضاع طول ما أنت في الخطوة المستمرة الموشن دي جيب موشن والخطوة تجيب خطوة والحركة تجيب حركة أصعب 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 خطوة هي الأولى أصعب حاجة هي الخطوة الأولى لو عاوز تعمل جيم الخطوة الأولى والكرار لو عاوز تبطل تدخين الخطوة الأولى في الأول سجارة تمنعها الخطوة الأولى لو أنت عاوز تعمل دايت أن يوم الأولان اللي أنت تاخد فيه الكرار أي أن كان عاوز تصلي اليوم اللي تاخد فيه الكرار وتخش تروح تصلي أي حاجة تاخد فيها الكرار الخطوة الأولى أصعبها ولكن بعد كده تأكد تماما هتبقى سعيد باللي بتوصله وهتبقى سعيد بالشكل اللي كنت عليه لو كنت بتخس لو بتلعب رياضة لو بتزيد معلومات لو علاقتك بربنا بتزيد لو بدأت تصل رحم لو بدأت تعمل خطوات إيجابية حقيقية لو كان زي ما بيحصل انتقاضات إن هل البلد هتقوم وهل هيحصل وهل وهل هل أنا متأكد إن فترة أنا متأكد إن بعد فترة كلنا هنغني ونقول زي ما كان بيحصل إيه ده أو إيه ده خلينا في طرحنا طيب هل تغير شيء بعد العمر وبعد كل العمليات وبعد كل الريسيرش وورك اللي موجودة في كل المجتمعات المعانية بمرض بتانت الرحمة المجرى بالتأكيد يعني كان بتتعامل صنار وكان تقول للمريضة إن ما عنديكيش حاجة حصل صورة حتى في الإمجنج حصل صورة في مجال التشخيص العلاجي اللي موجود زي الإشاعات الألتراسونيك الترانزفاجان الألتراسونيك للفور دي ممكن يجيب بتانت الرحمة المهاجرة للموجودة المتوغلة بنسب تصل أحيانا إلى 97% الـ MRI الرانين الماغناطيسي يقدر يجيب بتانت الرحمة المهاجرة المتوغلة والعميقة تصل إلى هذه النسبة دائما أبدا لما النسبة الموجودة دي أما ليه حالات تروح تعمل صنار أو MRI وترجع وتتشخص إن ما عنده إيش حاجة وتعمل منذار وتكتشف إن ما فيش حاجة برضو أحيانا وما للألم الرهيب ده إزاي لما قمتش خدت تاريخ مردي حقيقي لما سمعتش حقيقة ولما قمتش فحصت المريضة بإيدك حقيقة عشان تشوف النجول وتحسها ولما كانش عندك تفسير تفسير حقيقي معتي مورك موجود هنا أصعب مشكلة موجودة هو رؤيتين مختلفتين إن حد مثلا تسبيه من المرأي رانين ويكون الليرنين كيرف بتاعه ومش على قد مستوى الآلة اللي بيشغل بيها ويقول إن ما فيش حاجة ويكون بجد في حاجة زي ما النش الفاتق الرحمي ما كان بيتعامل المرأي والتراسونيك كتير جدا وقبل خمس سنين المريض بيتقلم وعندها نشه ما تعرفش وياما كتير جدا من المرضى عاشوا طول عمرهم في ألام بسبب فاتق رحمي موجود في قيصرية سنوات من العمر وما كانش حد عارف يفسر لهم الألام سببها إيه ولو كانت المريضة تعمل استكشاف حتى كنت ممكن تلاقي الرحم لازق في جدار البطن الأماني بس ما عندكش تفسير إن ده كان فاتق رحمي وكنا أطلقنا ما يطلق عليه وبقى بستراكت مقدمينه في الإسج السنة دي في جريس في ثالونيك في عشرة شهر عشرة إن شاء الله مسمين حاجة اسمها في روم ده تراكت وده كراك من تمشي على التراكت زي الالتساقات اللي موجودة لغاية لما توصل الكراكت الشرخ النشي اللي موجود وألام كتيرة جدا لو كانت مريضة يا إما بتشتك من يوم القيصرية يا إما بعديها بسنة أو بسنتين والفاتق موجود ومشكلة ساير للجهاز المناعي غير إنه هو شايت فاتق في مكانه ومكان وما كان يقوله الفاتق الرحمي ده ما عندكش فاتق وكانوا يدوروا على البطن إن فيه فاتق وكان فاتق رحمي الناس كانت مش فهمها أنت كيف نروأنا النهار بدأ يحصل ثورة تصحيحية في عمل في مراكز الأشعات وشغل المتخصصين عليها وشغلهم على أنفسهم وبدأت يتعمل يعني إزاي تربط مبين الأمجنج تشخيص الأشعات تشخيصية وكمان ما بعد الجراحات وأثناء الجراحات يعني يحصل التنديج يحصل وجودهم في جوة الجراحة وجوة زي جروبز جديرة دلوقتي بقت موجودة على حاجة بسيطة يعني موجودة على المستور عالم لكن في مصر وفي دور كتير مش موجودة إزاي يبقى ونت بتعمل العملية بقى السونار الفور دي أو ثري دي جزء أصيل من العملية وتشخيصها والرودماب أو بيسمون توبو جرافي أنك أنت تقدر تعمل توصيف حقيقي للتشخيص قبل ما تخش تعمله يعني قد إيه؟ قامت ثورة المعلومات وتصحيح وتقنيات مستمرة بشكل مختلف عن خمس سنين فاته بشكل مختلف عن سنتين فاته فبالتأكيد لو أنت من منتمي إلى العالم القديم لا فرق من خمس سنين ولا من عشر سنين ولا اللي جاي لأن أنت نزلت في مستنقع ثابت فيه ما بتتحركش ما بتغيرش معتقداتك ما بتغيرش فكرك وبالتأكيد مريضك أو أيا كان وظيفتك فاللي بتتعامل معاك هتفضل بتتعامل معاك بمعلومات قديمة بمعلومات مش جديدة ما عندكش رؤية حقيقية لما تعمل مرة دراسة أنا عايز أسأل سؤالين السؤال لو أولا أني متعلق بالأسرة اللي بتتعامل مع بنت عندها بتنطرح المهاجرة تشك من ألم قبل الجواز فكتير من العائلات عندهم اعتقد أن الألم ده شيء طبيعي ده الدسم من الرئيس ده مسمع ألم الدورة شهرية ليه بيتقال والست بعد الجواز اللي عندها نفس درجة الألم وجوزها وأسرتها ما هو الأسرة اللي جوزتها خلاص تركتها وجوزها نفسه ما عندوش استعداد نفسي كتير من وصمت في البيئات أو في أماكن الغلابة اللي ما عندهمش فلوس ومش صبورت أو في الهاي قوي اللي هم بقى عايشين كله برضو واحد لو واحد وكده وحتلاقي في الأكستريم بس يعني بجد في معلومات مضللة وأدت إلى كمان فشل في الجوازات كتيرة جدا لما المعلومات المضللة تتقال كده للناس إيه ده ده مرض بتانت راح المواجنة سمعت فلان بيكلم في التلفزيون وبقول المرض ده ملوش حل لغير حق نمجهري خرافة اتفقنا إنه خرافة المرض ده ملوش علاج نهائي ما تينفعش تقول ستيريو تايبك ما تتكلمش على المرض كل الناس في سلة واحدة ما تقدرش تقول إن السكر ملوش علاج في ناس خافت من السكر في الجراحات بالجراحات يعني يعني صحي كان حل الدرجة السكر واحدة بس لا طبعا على الدرجة على الضغط الناس ما بتخافش منه بعد جراحات وبعد الإخفاض الوزن ممكن يعني بيحصل تحسن لبعض الناس أو سيطرة على المرض بعد جراحات أو سيطرة على المرض بالتأكيد صحي كان وبالتأكيد حتى الناس اللي تولدوا عندهم مشاكل في السمام يعني ممكن بتغيرهم السمام سواء في الآن يعني نقصد لازم نعد المرحلة دي اتنين الأسر اللي عندهم مرض بيبتال لازم الناس تفهم يعني لازم الناس تفهم إنه الحوار العلمي بيبقى معقد أحيانا يعني مثلا ومتراكم في ستيج معين كيس معين نقول عليها هذه الكيس يمكن أن تحل بأساليب معينة في كيس تانية بسيتيواشن معينة بوضعية معينة الأفضل لها لأنها ترويط الإنجاب حقني من جهة يعني دي حقيقة يعني دي حقيقة يعني لما نيجي مثلا أنا الجوز إنا على إن مرض بتنطرح من المهاجر ولو مريضة بتدور على فرصة إنجاب رقم واحد بعد ما بتعمل المخزون المبيض لأنه ده مرض دايما بشبهه ما بين قطعة جبن الرومي وفار طول ما الفار والجبن الرومي موجودين الفار عمالي يأكل في الجبن الرومي بيخلصها الفار هو عمطانة الرحمة المهاجر والجبن الرومي هو المخزون اللي موجود لعدد البويضات الموجودة المرض لما بيكبر في المبيض بالتأكيد على حساب المبيض ونسيقه وبتأكيد بسمومه وبتأكيد على الدورة الدموية اللي موجودة للمبيض كل يعني المرقي مش الميكانيكا الباسي فاكتور زي النواء الكيس كبر لكن غير المرقي السموم اللي بتطلع من المرض وتأثيرات الدورة الدموية والالتساقات اللي موجودة اللي بتأثر على الدورة الدموية للمبيض اللي بيغزي البويضات اللي ممكن المخزون هيقل فلما تيجي هنا هتقول تشيل الكيس ولا اتعمل حقني مجهري طيب لو كان الكيس اصلا في بنت اصلا فبالتأكيد هتبدأ الاول بنان انفيزيف هتبدأ تاخد بعض الادوية اللي تنشف الكيس الكيس اختفى حلص حطناها في حاجة ولما نقول لها وقبل ما تتجاوز يعني نقول كده لغاية للزواج طالما ما فيش الام وقبل ما تتجاوز نقول لها تدور على الانجاب صح كده طب لو كان الانوان الاصيل الالم ما بقاش الكيسة فيها انتظار يبقى نعالج بنتنا من الالام اللي موجودة ده حتى لو ما فيش اكياس على المبي بس الفرق بجد لازم يكون فيه متخصص في بطنة الرحم المهاجر دي حقيقة قاطعة لأي تخصص ما كنت لسه بتتكلم وبتقول من المتخصص اللي تتكلم كلمة هنا لازم يكون فيه متخصص على العموم ما ينفعش ان احنا ناخد بانصاف الحلوة ومرض بطنة الرحم المهاجر لان المبيض حساس جدا في التعامل معها وفرصة مخزون المبيض تقل جدا بالمرض وبالجراحة نفسها لابد من التدخل الواعي لده اتنين الاهالي اللي بقى عندهم اصابة بطنة الرحم المهاجر زاد الوعي عندهم لبناتهم وبييجوا في كل اماكن العالم دلوقتي يدوروا على علاج الانسات في سن مبكر لان ما بقيتش خلاص دلوقتي ينفع الانتظار والوعي زاد والمواقف زادت تلاتة لما بتعرف ان انت مريضا بطنة الرحم المهاجرة فيه اساليب تانية لو سمحتي لازم تتغير لان لما بتفعلنا الجيل ده اللي موجود فيه ده التاني او التالت من المرضى اللي اصابه بطنة الرحم المهاجرة بسبب الديوكسينات والحاجات المصنعة الموجودة وبالتالي الاستورجينات زادت كتير جدا فاكلنا وشربنا اكل الشوارع الفاستفود الساتيوريت الفادي اسد الاكل اللي موجود بسبب مثلا لما بنقول الديوكسينات زادت بسبب ايه حرق الاش الرز وحرق الاخشاب وحرق وحرق ده حاجة التلوث والتلوث الموجود بينزل كل التلوث ده لما بينزل بعد ما الركام بقى موجود بينزل الارض وبينزل الارض مع السماد اللي موجود مع مواد القاتلات الحشائش والمبيدات الحشرية اللي بقت موجودة كل ده الماشية والدواجن بتاكل منه والمواد الديوكسينات دي لايبوفيليك بتقعد تخش في الدهون اللي موجودة للأبكار والماشية والكلام ده كل وتفضل في دهونها البكر ده بتستخدمه في حاجتين بتاخد منه اللبن يبقى منتجات الألبان حتى لتعمل منها زبادي وتعمل منها جبن لسه مصابة يأمّا بتاخد منها لحومها بتبقى مصابة ركز الحاجات اللي بقدر لحوم اللي بتتغزى على العلف اللي مهارمن سواء كانت دواجن أو أو مهارمن يعني فيه هرمونات أو أبكار ألبان الصناعية اللي اتخذت زي شركات كتيرة جانت جداً في برا أو في إيطالي واتقفلت بسبب أنه كانت موجودة ديوكسينات عالية جداً فكانت الألبان دي الأطفال بيتغزوا عليهم والأطفال دولة بقت ديوكسينات في جسمهم لما بدأت تجيلهم دورة شهرية ظهرت بطانة الرحم المهاجر عندهم وظهرت أمراض كثيرة جداً بطانة الرحم المهاجر مش قصة عنوانها الألم وتأخر الإنجاب والكواليتي أوفلايب جودة الحياة والكمباشل والتعاطف والألام النفسية اللي موجودة وبعض الناس اللي مش فاهمين بطانة الرحم المهاجر فبقى بتعاملهم باستخفاف مع المريضة والمرض وبالتالي بتحولها إلى نيجة في مريضة تنعزل مش عاوزة تخرج من بيتها مش عاوزة تتعامل مع الآخرين يا إما ماشية زي ما قولك شنطة مليانة فيها بامبرز مليانة فيها كل احتياجاتها لأنها بتنزف في أي وقت ألام رهيبة خدت أدوية وصلتها للإدمان لأن الألم ثم الألم ثم الألم وتعيش مع الألم يا إما هنشير رحمك يا إما يحصل خرم في الأمعاء مخاوف مخاوف جنب الألام جنب عدم وسوق رؤية حقيقية للموضوع بالتأكيد محتاجين توعية مستمرة وعي مستمر ومعرفة حقيقية لعمق المرض وبالتأكيد لمرحلة كبيرة على مستوى العالم قدرنا نفهم كتير جدا من المرض وقدرنا نفهم إن المرض مشخصا المرض لكل حد مختلف المرض اسمه بطانة الرحم المهاجرة لكن فوزية محمد غير فوزية إبراهيم غير فوزية متحد متحد الثلاثة عندهم بطانة الرحم المهاجرة لكن دي ممكن تاخد علاج وتخف ودي عاوزة جراحة تعمل لها ودي عاوزة حقن مجهري المباشر كل واحدة مختلفة وبالتأكيد ما ينفعش نتكلم عنهم كلهم في سلة واحدة وكلهم كرار واحد وده اللي خلى الجديد لما تتاخد بعض المواد الكيميائية اللي موجودة في بروتونية الفلاود عشان في الآخر نقول إن المريضة دي هتحتاج لجرعة عما لعدد من الشهور أو السنوات والمريضة دي مش محتاجة لجرعة دي أو الدواء ده يبقى شخصاننا المرض وبالتأكيد لما نعمل حاجة ما يعني شخصاننا كل واحد مخرج خاص به لما قلنا يعني احنا كأننا بنفصل مخرج حقيقي لموجودين في حتة مهمة هنا ارتباط المرض بالأمراض المناحية عايز فوسط الأبحاث دي كلها نحن نتكلم فيها في الأبحاث دي طبعا وهل هناك ارتباط للمرض بالرضاعة طبعا يعني برضو الرضية طفلة رضية ممكن يتأثر بهذه الحالة المرضية بس اكتشف المرض بتانت الرحم المهاجرة مرتبط ارتباط وصيق بعدة من الأمراض المناحية فكان الموجود هنا هل دا يا طار جيب الصدفة هل موجود المريض دا كوانسيدنس كوانسيدنس هل المريض دا عنده المرض دا مرض مناعي وبالتأكيد لما المرض المناعي اللي عنده زي ملطبول اسكوليروزيس او زي مثلا مرض الهاشموتو هو الامي اس مرض مرض غامض او السيستيمي كلوبس السيستيمي كلوبس مواضح او الروماتيك أستيرايتس او الروماتويد او الروماتويد او الهايبر سيروديزم او كرونيك فاتيك سندروم او الفايبروميالجي كل دولة امراض جي معاو او الاريتابول باول سندروم كل دولة امراض يتطلق عليها طيب هنا كان الموضوع ايه هل بطانية الرحم المهاجرة هي اللي اصابت جهاز المناعة لانه مرض مناعي فبالتأكيد بدأت تظهر بعض الامراض المناعية الاخرى ولا الامراض المناعية هي اللي اصابت جهاز المناعة وبالتأكيد راح ظهر بطانية الرحم المهاجرة فمعنى كده ان احنا لقنا نستخف بالامراض ولازم ناخد بنا من المرض من بدايته زي ما قدمنا البنت بسيطة كانت عندها جيفوناير روماتويد أرسيرايتس وهي صغيرة وبدأت تاخد لونج تيرم روماتويد اللون روماتويد مرض روماتويد وبدأت تاخد بعض الأدوية زي الكورتيزون لازم تمشي عليه قطب وبعد كده لما كانت الدورة المفروض تقطع أو مشجلها من البداية وبعد كده لقى بقى فيه هوموراجيك أسايتس هوموراجيك أسايتس تسحب كذا مرة الأسايتس أو الاستسقى من البطن أكتب من مرة ولما تسحب ويتحلل ما فيهوش أي حاجة ما فيهوش مليجنان سيلز بس مش معروف السبب إيه لغاية ما أحد الأفاضل الطباء الأفاضل باعتها وبعد ما دخلنا بالمنزار بسموه الايزو بارك أو نان جازلس دخلنا جازلس من غير ما ننفخ البطن إنه لما ننفخ أصلا وسحبنا كل السائل الموجود لقينا الركام بعد الركام لقينا النار مقادة تحت لأنه بطنية ترحم مهاجرة في الزايدة وابطنية ترحم مهاجرة في الديب من ديمتريوزيس موجود في العميقة لما صنعها سوريا خفت تماما تماما مرجعش ولا مرة استسقى مرة تانية فوق السنتين سوريا الحمد لله كده نورة مريضة كانت عندها استسقى على الرئة بلورة إفيوجن وتسحب أكثر من مرة وتلعى أن فيه ماس وتسحبت الماس وتلعى في الآخر أنه هو ابطنية ترحم مهاجرة يعني الأمور المناعية لقناها أنه أحيانا مرتبطة بابطنية ترحم المهاجرة اتفانى السرطانات مرتبطة بابطنية ترحم المهاجرة عشان نعرف المريضة دي وعشان نحط له خريطة علاجية ما بعد استقصال المرض استقصال المرض وهتعتمد بعد كده على إيه؟ على الباز زي ما اتفقنا الفيجوال انالوجي سكيل للبين قال لقد إيه ما بعد العملية عشان تعرف المريضة دي استفادت من العملية أو لا قالي مريضة أنت متأكد من البداية ومن أول جراحة إنها محتاجة ساكندلوك هتقدر تقول لها إن إحنا نجحنا وخرجنا وطردنا المريض وطردنا المرض قصي وطردنا العدو من الجسم بس في جزء زي طابة محتاج تفاوض أو محتاج نظرة تانية عشان فيه ألغام خرلقنا 80% بس فيه كم لغم عن لما الدنيا تهدى شوية نخش الساكندلوك تالت حاجة عشان تتحط كمان خريطة غزائية للمريض ده يأكل إيه هيشرب إيه هيغير بعض عاداته وتقاليده اللي كان ماشي بيها يعني بمعنى مثلا إن بعض الناس الاستوريجين جاي منين من لحوم الحمرة اللي هي من حيوانية المنشأ هيبقى فيجي هنقوله يبقى نباتي هياكل البروتين ربنا خلق النعم في كل حاجة بالتأكيد البروتين لما بيتغير مصدره بيحسن حاكتين واحد انفلاماتوري سيلز اللي موجودة بيسمونه الأغذية الأكلية التهبية اتنين ده مهم أي ناس كتيرة جدا لما غيروا مصدر البروتين مصدر البروتين يعني بدل ما بيأكل لحوم يأكلوا سمك بدل ما بيأكل لحوم يأكلوا طيور أكلوا نباتات أو أكلوا بجتم إيه اللي حصل تحسنت جودة البيضاء وفرص الحاملة بقت أكتر هنتكلم في دوء أكتر في اللي جاي كتير ليه لأن البيئة للبنهار بتفرص سمومها وسمومها للبنهار بيمتصدها أجسامنا وأجسامنا بتفضل فيها المواد دي طول العمر موجودة في الفات في الخلايا الدهنية عشان كده لقينا ناس كتيرة جدا من اللي بدأوا يخسوا وبدأوا يظهر لهم بطاني ترحم مهاجر لما بدأوا يعملوا سليف وجاستريك بايباس ظهرت بطاني ترحم مهاجر في أجسادهم طولك بعد العملية عارف ليه الربد من الفات من الدهون ده مجاش على بال حد هو شغال ده أحدث دراسة عاملينها الأمم مع بعض الخلايا الدهنية مخزن للإسموم آه مخزن لسموم مخزن تدويل النفايات هي الخلايا الدهنية فالخلايا الدهنية لما حصل بدأت تتحرق بتنهار بدأ يحصل لكل اللي موجود فيها فالأستروجين بدأ يتحرر بكميات رهيبة فبدأت بعض الألام تظهر موجودة كانت ممكن تشخص الألام منك عشان الهتاب والباول عشان كذا عشان كذا الفاميليا المتدرينيان فيفر سواء كانت موجودة متشخصة غلط حم البحر الأبيض المتوسط متشخصة غلط إنها حم بحر متوسط ونلاقي فيها ألام أو العكس كان صحيح إن الألام بسبب بطاني تراحل موجرة ومتشخصة ديفرينشال دياجنوزيس لازم تحط في دماغك التشخيص المقارن للأمراض وللألام الموجودة في الحوت الديفرينشال دياجنوزيس التشخيص المقارن يعني إيه يعني إن إنت لما بتيجي عندك حالة مرضية ألم في الحوت بتحطها زي ألم في الحوت بتحط لها احتمالات بتحط كل الاحتمالات الموجودة بتحط الاحتمالات خلت احتمالات في تخصوصك وفي تخصوصات أخرى طبعا من ماسكو سكليتل من نيرفس من بطاني تراحل موجرة من إن هو التهاب خلوي في المسانة من كورونيك سيستايتس التهاب مزمن في المسانة من حاجة في الأعصاب من أورامل فيها من يعني من أراء ألم من مشاكل في الأوعية الدموية واحتقان الحوض كل الحاجة دي لازم تكون أصادك موجودة بمعنى إضاءة لكل جزء أصيل لأن حياة الإنسان لما بترتبط في مصيرك لازم تكون جدير جدا وتكون مسؤول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعياته لازم تكون قدية على قد قدر المسؤولية مسؤوليتك تجاه الآخرين بقت فرقابتك وهتحسب عليها يعني ليه؟ لازم أنك أنت عشان تبقى في مركز معين أو في مكانة معينة كل كلمة بتقولها زي الرصاصة بتطلع ما بترجعش مرة تانية هتحسب عليها ولازم تكون جدير جدا بالمكانة اللي أنت وصلتها عشان فيه ناس كتيرة جدا مصدقينك وناس كتيرة جدا بيسقوا فيك وبيتبعوك وبقيت حلمهم وبقيت عاوزين ياخدوا خطواتك كل ده لازم تعرف تشغل وتعرف نواقصك إيه؟ ويعرف أن الجزء أن حياتك كلها جاية من العدم وراحة للعدم فمش محتاجة أسراع محتاجة تكامل وتكاتف وتيمورك اعرف أنك أنت جرحك اللي موجود يأويك وجرحك عصي لا يندمل إلا بالكي يعني محتاج كوة تأويك ما تضعفش اقسم بالله مش هصدق غير الله لما يقول خلق الله الداء والدواء فإذا أصابت دواء الداء برئ الإنسان بإذن الله معلوماتنا منقوصة وهتفضل طول عمر منقوصة عشان وفوقك كل دي علم عليم لابد أن نجتهد ونجتهد على أنفسنا وزي ما قلت لك المرة قبل كده الوحيد اللي يحق لك أنك تسبقه هو أنت اللي بتشوفه في المراية ما تخشش في السراع مع الآخر تاخد نموذج للناس سبقتك عشان تجتهد وتكون زيهم تكون عندك طموح تكون كده وانت بتجتهد بكده أتريك كنت مسخر بإيد ربنا عشان تكون في حياة الآخرين جزء يضيء أمل وتأكد دائما أن الأمل موجود طالما الله موجود وربنا الوحيد اللي مش محتاج رسالة مكتوبة رسالة دعاء وثقة مش موجودة ولا باب تقرعه ده باب السما مفتوح بدعاء تصدق أن الله موجود وتصدق أن الشفاء موجود وتصدق أن الأمل قائم وقادم ومستمر بس من جواك احلموا حلم كبير واسع عشان تحقق الحلم واكتهد وهتحققه كل اللي سابقونا أكدوا كده كل الناس بدأوا from zero to hero من لا شيء وأصبحوا أساطير اوعى تخجل من البداية from nothing تبقى بيه كل حاجة اوعى حدي عرقلك وأجل الجواك ما تصدقوش كل الناس والنجحات اللي قادوا the success أو iceberg of success الناس بتبص على اللي نجحوا نظرة سطحية لكن تحتيهم حرمان من نوم تأخروا صهر ليالي حرمان من أكل أحيانا ونعزل اكتباعي انعزلية اكتئاب وdepression وتضحيات وصراع وصراع وسخرية وتريأة وتهكم وفي الآخر خالص هو طالما مصدق ده ومصدق أن ربنا موجود ومصدق أنه هو حاسب على عمله وعلى ماله وعلى صحته وعلى شبابه ويجتهد هيعرف أنه في الآخر خالص اتنقل في حتة هو ما كانش معنه ان يتنقل فيها ولا هو كان ده حلم ولا ده جولز هو كان بالنسبة له بيجتهد عشان الاجتهاد وبعد كده سيبها لربنا إن الله يضيع أجرما أحسن عمله اتدربنا الناحية العلمية أو الدراسة العلمية لأي حالة مرضية لأي شكل اللي احنا تكلمنا عنه النهاردة من الاحتمالات بتاعت حالات زي بطنطر رحمة المهاجرة لازم يغلب دائما الفكر العلمي الفكر العلمي يا جماعة الشيء مش سهل والفكر العلمي هي الثقافة التي أتمنى أن تبقى موجودة حتى في قراراتنا البسيطة وأساسيات الفكر العلمي من ضمن أساسياتها المهمة جدا حضرك قلتها دلوقتي إنك لازم تعمل حسابك في ماذا ستقوله وماذا ستفعله في الكام دقيقة اللي جايين دول مش في كام دقيقة في كام يوم في كام سنة في كام شهر لازم تقيس وتحسب وكان زمان في مثل دايما نحب الأمثال من يعمل حساباته في الهناباته يعني حساباته في كل حاجة ما تستهنش أو ما تستهنيش بالكلمة اللي هتقولها قد تكون النية سليمة لكن الإسلوب خاطئ في النهاية الرزلط الرزلط هيكون سيئ قد تكون قلت مش وقد بالك منها أو ما تقصدهاش مش كده ويلقى في جهنم سبعين خريفة ويلقى ويلقى في جهنم سبعين خريفة يلقى الإنسان كلمة سيدنا الرسول لا يدني لا يدني لا يلقى لها بالا ويلقى في جهنم سبعين خريفة عشان ناخد بالنا من الكلمة لأنها ممكن تدمر أسر تدمر حد ما لهاش فرصة في الشفاء ما لهاش فرصة أنها تحمل أتحدها لو اتجوزت أتحدها لو حملت أتحدها تتحدى إيه أنت لو جواك طاقة طلحها طاقة إجابية للآخرين عاوز تتكلم لمريد بصراحة أنه عنده كانسر بصراحة أنه عنده مرض مناعي بصراحة تولدت بدون رحم ما فيش مشكلة أنك تتكلم بالحق وبالصح وبالصدق بس فيه رحمة لأنه بتعاقب حد على مرضه جولك زي ما قلت قبل كده وتكلمنا وهم متخيلين أن أنت عندك علم أصيل وكوة خارقة وبتعمل حاجة استحال حد يعملها غيرك هم متخيلين كده متخيلين في ده بطلهم كده إزاي أنك أنت تكلمهم بحق وترجعهم وهم بالحق من غير ما خزلتهم ولا خدعتهم ولا خليت حد ترمي في وش الورقة ولا أن يقع ولا تعمله حاجة اسمها بروكن هارت سندروم دي جديدة بتاعت مفيش حاجة في الطب اسمها بروكن هارت سندروم لا فيها أيها لا يعني بس يعني فيها فيها الفاظ تانية بروكن هارت سندروم لا نتكلم عنها نتكلم عليها كسرة قلب كسرة قلب في الحياة موجودة كسرة قلب علمية بروكن هارت سندروم بروكن هارت سندروم المعنية بأمراض القلب بروكن هارت سندروم ده متلازمة بتحدث لما يحصل خبر سايق سريع بفقدان أحد الأحباب أو خبر صدمت بي حد يجيلي متلازمة كاملة من ضيء في النفس وشورت في البريث وصير نفسه وضربات قلب سريعة جدا وألم في السند في الصدر يشبه الأنجينة بالكامل وأحيانا يحصل إغماء جانوا سبحة صدرية وبعدين يروح يعمل الاسي جي والإيكو ويتحجز في الرعاية وتحط تحت المراحزة في خلال يومين ثلاثة أو أسبوع أسبوعين ثلاثة اختفت كل الأعراض بلا رجعة وما فيش مشاكل فمسموها البروكن هارت سندروم متلازمة كسرة القلب وهل دي موجودة في الطب حقيقة وهل دي مقدمة لأمراض موجودة في القلب أو لا كونتروفيرسي دايما موجود ولكن طلعت كسرة القلب لفظة علمية حقيقية يبقى إذن خلي بالك من كل كلمة هتقولها خلي بالك من كل كلمة هتقوليها كدكتور كمهندس كإعلامي كمحامي كل حاجة بتتقال لازم تتقال في إطار علمي لما كانوا دايما بيتمنوا لما تيجي تقعد مع الشباب قطع الشباب أنا قلت مايو كلينك هي كليفلند كليفلند أوكي لما تيجي تبص لأي شباب خارج كلية الطب تقولهم أو تيجي تنصحهم الأجيالي القديمة كانوا دايما يعلمون حيثت أن أنت تبقى حكيم مش دكتور بس الحكيم هو شيء الحكيم هو اللي عنده القدرة أنه ممكن جدا تكون في حقيقة طبية أحد تتقال بس تتقال إزاي تتقال لي مين تتقال في أنهي ظرف وتقال بطريقة إيه ولازم أحسب حسابات مين اللي هيسمحها مني هي العملية الحكمة مش سهلة الحكمة الحكمة إتيان إلهي طبعا وما نقوت الحكمة فقد قوت هي خيرا كثيرة لأنها في تفكرك في الأمور بشكل مختلف استيعابك للأمور بشكل مختلف الحكم على الأمور بشكل مختلف إحساسك بالآخر بشكل مختلف التناول وإحساسك بنعم الله بشكل مختلف مخرجك وإخراج الآخرين من المخارج المختلفة بشكل مختلف فالحكمة هي أعلاها ورأس الحكمة مخافة الله عاليش النهاردة النهاردة التكييف رواءنا بس الحمد لله تنورتيني وأسعادتيني والحياة النهاردة إحنا استفدنا من هذه الجلسة العلمية نقاط عديدة جدا فيما يتعلق بالطنطر رحمة المهاجرة بدون نوت الدم بدون آه ما عملاش ولا فيديو نهاردة عشان نهارد الناس بتقول ساعات يقولوا إحنا أنت ساعات تفوق قلبه جامد أو تجيبه فيديوهات تزود الوعي آه طبعا إيا دي مشاكلنا لما شوفنا هاش توصل ليه آه هتوصل هتوصل ليه لكن إحنا تهاردة تعلمنا أو خرجنا بدروس مستفادة مهمة جدا ملخصها أنه معظم النهار من المستصدر الشرر أرجوك ما تتهاونش وما تتكسلش وما تراش آه مشكلة عنيفة زي الجبل للتالك تشوف حتة منها وانت مش عارف حجب المشكلة قد إيه خلي عندك أدواتك العلمية اللي تقدر تتعامل بها مع هذه المشكلة وازاي تقف قدامها ما تبقاش قزم في نفسك أو تقزم نفسك وتضعف نفسك ومش هقدر تتعامل مع المشكلة وفي نفس الوقت ما تبقاش عملاق من برها الله الله ومن جوه فاضي والله لأ لازم تكون على وضعك الحقيقي ولو أنت صغير دلوقتي كبر نفسك يا أخي وما تظنش أن أنت كبير دايما المعرفة تتناسب تناسبا عقليا أو يعني مع الثقة أو بمعنى صح الثقة تتناسب تناسبا عكسيا كل ما هتزيد معرفتك أنت هتعرف أن أنت لا لسه بدلي لسه لسه أنا مش أنا القصة محتاجة أن احنا أكيد نستعبها أكتر وأكتر أنه جبل التلك خطر جدا إذا اعتبرته شيء صغير وتافي هتصدم به زي ما صدمت به طايتانيك نايفي العزيز الأستاذ دكتور سيد الأخرص نورتني وشورتني خليكم دايما بعد دكتور